تمام. كده انا بسجل. ماشي. يلا. تمام. حلو. يلا ماشي. تمام كده. عايزين. عايزين. ماشي. تمام. نبدأ بقى كده آآ. عايزين بس اللي موجود معنا يثبت حضوره. آآ نعرف كام واحد معنا. اللي سامعنا يكتب كومنت بس كده في. اي 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 احط كومنت. عشان نبدأ على طول. ممكن يكون فيه delay شوية فيه تأخير شوية. نبدأ احنا مفيش مشكلة نتوكر على الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ مرحبا يا محمود. منور يا حلو. الحمد لله. الصوت تمام. طيب حلو جدا. داي الفل. آآ محمود ايمن من الناس الحلوة جدا في المجال. مصمم موشن جرافيك. وآآ ميكي هو مشهور بميكي. محمود دايما مشهور بكلمة يا حلو. مرحبا يا حلو. منورنا يا حلو. مصممين الموشن كويس ان هما مهتمين برجالك. آآ آآ محمود ما شاء الله عليه من الناس الشطرة جدا في المجال يعني. والمحب انه يتطلع دايما عالجديد يعني. آآ فاحنا دلوقتي بإذن الله عايزين نتكلم على تصميم المنتجات والعبوات. وليه آآ يعني للأسف كده الواحد بيبقى زعلان وهو بيقول الحاجة دي. بس ليه فيه تخوف عند كتير من المصممين من مجال التصميم العبوات والمنتجات. آآ يعني آآ الناس كتير بتحب انها تدخل المجال. فيقول مثلا انا هبقى مصمم ايه الحاجة الكويسة دلوقتي ومطلوبة. هو تصميم السوشيال ميديا. فالمجال ده انتشر جدا وفيه ناس كتير بدأت تدخل فيه اللي هو تصميم السوشيال ميديا وتصميمات بقى التصميمات للفيسبوك او لتويتر او انستجرام او اي بلادفورم بقى مختلفة من من منصات المختلفة للسوشيال ميديا. فيعتبر ده هو الوجهة الاولى لمعظم لاغلب المصممين. تمام؟ في بقى طبعا مجالات تانية برضو على حسب بقى كل واحد واهتماماته وهو بيحب ايه وهو ميال ايه وهو شايف نفسه في ايه. ففيه ناس كتير بتحب برضو تصميمات الدعاية والاعلان عموما الادفورتايزنج. فيه ناس بتحب اوي المانيبوليشن والكمبوزيتنج وانه يعمل حاجات فيها دمج كده وفيها حاجات فيها والحاجات الحلوة دي اللي بنشوفها في برضو حد زي محمود معانا محمود ايمن تصميمات ى الموشنجرافك الavalifich video editing والحاجات الخاصة بردو بالبرامج بقى بقى الافتر افكت وبرامج البرنامج الافتر افكت والبريمير وكده فده طبعا ايه مجالات كتير وفي بقى مجالات كتير جدا في برضو في مجالات الجرافك زي بقى تصميم المنتجات اللي هو تصميم headline نفسه فيه المهندسين بقى متخصصين في تصميم منتج. احنا بقى النهاردة هنتكلم عن تصميم العبوات اللي هو الباكيجينج تصميم المنتجات كدزاين للعبوة الخارجية كدزاين للتغليف للعبوات التغليف أو الأكياس أو الحاجات دي فاحنا دلوقتي عايزين نستغل إن محمد فرج معنا محمد في البداية كده أنا حابب أن أنت تقدم نفسك وتعرفنا بنفسك كده للسادة المشاهدين تفضل مايك معك السلام عليكم معكم محمد فرج طبعا من مصر محافظة الشرقية عشان الناس اللي وصلين اللي هنا يكونوا عارفين طبعا بقى لي كتير جدا يا جماعة بشتغل في مجال تصميم المنتجات يعني ممكن أكون سبع سنين بس قبل كده كنت شغال في مجالات مختلفة طبعا من أول الهدايا الدعائية وطباعة التشيرتات والأكواب والحاجات اللي زي كده خطفاة خلفية برضو الهويات التجارية لكن مجال المنتجات بالذات يعني شديني جدا لأنه يعني ايه مالوش حدود زي ما بقولوا دايما بتخترع حاجة جديدة وده بيكون يعني حاجة كده لما انت تبدأ تبدأ تشتغل على منتج من الصفر وتعمله الكارتون بتاعه وتبدأ انك تصبط له مثلا الابعاد وطبعا لا غير عن التصميم في الموضوع يعني الناس اللي هي بتشتغل تصميم تصميم موجود لكن اخراج المنتج في الآخر عشان يشتغل معاك او تشوفه في السوق بتاعك او لايه ناس بتستخدمه بتكون حاجة بحد ذاتها ممتعة ليه لانه انت تعبت فيه بيختلف الشغل قوي عن موضوع السوشال ميديا وموضوع المطبعات العادية لان دي حاجات سهلة جدا يعني مش سهلة جدا في شغلها لا انك لو غلطت ممكن تدلت البوست وترجع تعدله تاني وتحطه تاني على الفيسبوك عادي ما فيش اي مشكلة خالص او ممكن توقف الإعلان اللي انت عامله وتغير البوست عادي لكن انك تقفل شغل كرتون او تطلع شغل منتج ببيانات كتير بحاجات تعتبر عاوزة دماغ شغالة يعني عشان في الآخر تشوف خط انتاج منه وتشوف الناس بتستخدمه ده في حد ذاته ممتع جدا ده اللي شديني فعلا لمجال تصميم المنتجات وده اللي حسن المهارات عندي اكتر واكتر يعني ان المكان اللي انا شغال فيه متنوع فيه اكتر من 15 الف منتج فبالتالي انا بتعرض علي يوميا منتجات كتيرة بقى اشكالها وانواحها واحجان كاراتين مختلفة وكان في الاول انا كنت بعمل زي اي مصمم عادي ان انا اجيب الكرتون افتح الكرتون وامسك المصطرة والقلم واعود اخذ المعسات بتاعتي واحطها على برنامج الستريتور طبعا وطبعا ده كان مرهج جدا اللي انا اخذ الحاجات دي كلها واعمل الشغط ده كله فبالتالي بيستهلك مني وقت وتفاصيل ما بتكونش دقيقة 100% وما بكونش عارف هل فعلا التصميم اللي هعمله كويس الكلام مظبوط مقلوب هيطلع ازاي ده كان كله شيء معقد وده كان بخلي كل المصممين اللي بيشتغلوا في المجال ده اصلا مش عاوزيني يشتغلوا ولا يغلطوا الغلطة دي خصوصا لو انا بشتغل مثلا وبحط باركود او بحط مكونات للمنتج بتاعي فطبعا انا بطبع مش نسخة واحدة ومش هدلتها انا بطبع الاف النسخ اللي موجودة وطبعا بالاف الفلوس يعني فغلطة زي كده بتضيع الدنيا فبع الوقت ظهرت قدامنا بقى مع البحث هي كانت موجودة قبل كده بس اللي كانت اصلا مختفية عنها يعني هي كانت موجودة بس كانت مختفية عنها برامج اللي هي بتخلينا عمل الشغل ده كله وانا حط رجل على رجل ومرتاح فبالتالي لما اكتشفتها لقيت ان الموضوع بقى اسهل ويعني بقى نسبة الاخطاء عندي لا تتعدى واحد في المية من مية في المية وانت متخيل يعني ممكن يكون نسبة الخطأ حرف نقطة مكان العين غين اخطاء لا تذكر يعني اه سهوة كده يعني بتجيلك وانت شغال وده طبعا يعني جلما لا يخطأ يعني فاهمني فاكيد انت لازم مش هتوب بقاني كل حاجة عندك مية في المية لكن الاساسيات عندي مية في المية يعني انا نقاس العبوة التأفيلة بتاعتها البركود الحاجات دي كلها عندي مية في المية وطبعا مع تقدم البرامج واللي شفناها زي اسكو زي اسسري دي وزي انجي فيو الحاجات ديت بقى حتى في اسكو فيه خصائص انك بيعمل لك زي نظام تصحيح للمنتج بتاعك يعني انت بتقدر تعمل فيه طيب علش يا محمد عشان اه عشان ناخد الموضوع واحدة واحدة كده وانا ما نشتتش الناس معنا فاحنا عايزين الصوت كده واضح صوتك واضح عندي اه طيب انت صوتك كان ننقطع طيب فعايزين احنا نتكلم مع الناس نفاهمهم الاول ان فيه طبعا احنا قلنا ان فيه حاجات بتساعدنا او او اضافات في برنامج الستيليتور مثلا او في البرامج اللي احنا نستخدمها تقدر تساعدنا ان احنا نطلع المنتج بشكل كويس سواء بقى هنعرضه كموكب حاجة 3D او كده ففي البداية احنا عايزين ناخد الموضوع من البداية انا كمصمم عبوات ومنتجات ايه اللي انا محتاجة تعلمه في البداية عشان اقدر اعمل تصميم عبوة او منتج اه قبل ما نظهر المنتج بتاعي يعني دلوقتي مثلا اه اه انا ممكن زي ما انت قلت مثلا في الاول انا قدامي عايز اعمل تصميم عبوة باخد العبوة دي وبفتحها وباخد مأساتها عشان اقدر اعمل لها التراسيب بتاعها عايز اعرف ايه البرنامج اللي يقدر الاول يخليني اعرف اعمل تراسيب معين بكل سهولة زي مثلا برنامج الانج فيو ممكن تشرح لنا كده نبزة بسيطة عن الانج فيو تمام هو مبدئيا لازم اول حاجة زي ما بقول لك نتعلم الطريقة القديمة لان الطريقة القديمة هي الاساس يعني زي الحساب كده لو الشخص اللي يمسك الهالة الحسبة على الاول ما يعرفش يحسب كده لو الهالة الحسبة مش موجودة هو مش فاهم اي حاجة فبالتالي لازم مبدئيا نتعلم الطريقة القديمة ليه؟ لان ممكن البرنامج لأي سبب مش موجود على الجهاز غير متاح فانا عاوز اشتغل اوقف الشغل كله لما احل المشكلة ولا اكون عندي الطريقة القديمة الطريقة القديمة ان انا بفك الكرتون بتاعي واخد ما يسوي طب انا مش عندي الكرتون ده بقى بيجي بالخبرة لما انت يكون فكت كرتون واثنين وثلاثة خلاص انت بقيت فاهم انك بتشتغل على اي ده اول حاجة تاني حاجة البرامج اللي بنستخدمها اللي هي الخاصة بالرسم يعني برنامج الالستريتور يعتبر رقم واحد لانه يعتبر من البرامج اللي هي القديمة برضو لانه هو المتاح عندي البرامج التاني ممكن نكونش متاح عندي فيها خطأ لأي سبب من الاسباب فيه يعتبر من البرامج الاساسية معايا في الشغل بتاعي دي تكون سبتة معايا بعد كده ابدأ اشوف البرامج اللي تبدأ تشتغل على الضيكات ولازم اكون انا فاهم اصلا انا شغال يعنيه ضيكات طيب قبل ما ننتهل عن النقطة دي برنامج البرنامج هو البرنامج اللي باستخدمه في الضيكات طب ليه مسلا ممكن حد يسأل يقول ليه ما اشتغلوش على الفوتوشوب ليه ما استخدمش الفوتوشوب انت تقدر تشتغله على الفوتوشوب عادي يعني انا صاحب مبدأ مفيش حاجة اسمها واحد يطلع يقول ده مخصص لكذا وده مخصص لكذا لا هو كان فين الانستريتور لما كان الفوتوشوب محتل القمة في كل المطبعات لما احنا في العصر حديث بنقولك هو الانستريتور هو الاساس لا بالعكس لكن احنا بندور على الوقت الحاجة اللي انا هعملها على الفوتوشوب مثلا هتاخد مني نص ساعة ليه ما عملهاش على الانستريتور تاخد مني عشر دهائق انا وفرت تلت ساعة غير ان انا بدأت اتحكم في الاشكال بتاعتي وفرت وقت انا عندي عنصر الوقت مع الدقة في الشغل اهم حاجة اذا كان الدقة في الفوتوشوب مع عنصر وقت اكثر عنصر الوقت يكون اكثر يعني ااخد الفوتوشوب لو كانت الدقة والسرعة في الانستريتور ااخد الانستريتور هي الفكرة كلها ان انا اعمل موازنة بين شغلي لكن ممكن في ناس تقولك انا بصمم على الفوتوشوب مفيش مشكلة خد الضيقات من الانستريتور حطه على الفوتوشوب وصمم على الفوتوشوب يعني العملية متاحة لكن لما بتصمم على كده انت كشخص مصمم وبتصمم انك تمشي يعني حسب ما انت عاوز بتهدر وقت وبتهدر مجهود وبتستغل امكانيات جهاز لانك انت هتضطر عشان تستخدم برامج التصميم مهتضطر انك تفتح اتنين برنامجين الانستريتور والفوتوشوب عشان تبدأ تنقل الشغل بتاعك وتعمله ابدات في الانستريتور عشان يشتغل على الفلاتر اللي انت بحتاجها فعلا انت استهلكت وقت كتير واستهلكت مجهود وبتتعدل في برنامجين مع بعض فليه ده كله تعلم الانستريتور خلاص يعني موضوع بسيط يعني الحاجة التانية اللي عاوز ازودها ان فيه ناس ممكن تقولك ما هو انا ممكن اتعامل في الصور في الفوتوشوب وانا حاجات زي كده مثلا زي الوباسيتي وزي مثلا الاضاءة والحاجات ده كلها لا انت عندك في الانستريتور دلوقتي بالاضافات الجديدة لأستيوتي جرافيك اللي احنا شرحينها ويعني لنا باعة كبير فيها الاضافات دي قوية جدا بتضاف لبرنامج الانستريتور بتتحكم في حاجات كتير بتخليك لو بتخش على الفوتوشوب بنسبة تسعين في المية هتخش علي بنسبة اشتين في المية يعني الاضافات دي تقدر تعمل عمل الفوتوشوب يعني اقدر اشتغل بيها بتعمل ماسك بتغير بتاع الصورة بتاعتي بتغمأها بتحولها ما انا محتاج ايه في اي منتج عندي اقدر اعمل اي تاتش واقدر اعمل دمج مثلا اما حوله لا اسود وبيض بالزبط يعني كده يعني اذا كان في بعض الحاجات اللي انا مضطر ان انا مثلا لوجو عاوز اشيله من الصورة بتاعتي ولا احزفه فبرضوك موجود في اضافة في الانستريتور بتاخدك بتاخد الصورة اللي موجودة حتى هي او هي مش لينك وتوديها على الفوتوشوب تمسحها تسايف الفوتوشوب ترجع تاني اللي تلاقي الصورة موجودة على الانستريتور ما دي موجودة اصلا في الاصدارات الحديثة من الاستريتور اللي هي اديت ان فوتوشوب لا انا 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 ادا ادت ان فوتوشوب ده لو كان الصورة اللي عندي لينك اه ايه وصح صح اولوية اميبت وعاوز اخودها على الفوتوشوب فدلوقت انا احل واحد بس ان انا اعمل سيف للصورة اطلحها واروح واضع الفوتوشوب وارجع في رجاحها تاني لا الاضافة اللي موجودة والصورة موجودة من غير ما اطلح برسلها اوتوماتيك. وهي معمول لها امبد يعني. واعدل عليها. لو معمول لها امبد اصدر. اه ايو لو معمول لها امبد. طب حلوة اوي ده جميل. كلام جميل جدا. اه. فانا مش مضطر ان انا وفرت كم خطوة بقى في حركة زي كده. ووفرت كتير ان انا سيف وارجع وسيف وارجع. كيف. ووفر امكانيات جهازي. صح? بالزبط. تمام. مزبوح. بعد كده بخش بقى على البرامج اللي هي مشهورة عندي. الينجي فيو والارتوسكاد. انا انا واحد بالناس بفضل الينجي فيو. يعني مع ان الارتوسكاد. اي حد بيبدأه بيحس ان هو معقد. تولز كتير. وادوات كتير. اه. مع انها بتقدي نفس الغرض. يعني انا اشتغلت عليه. لقيت ان الينجي فيو مرتب اكثر. ممكن طبعا وجهة نظر بتختلف من شخص الاخر. لان استخدمك للبرنامج. بيختلف من شخص الاخر. واحد بشوفه سهل واحد بشوفه صعب. يعني انا شاف. لكن الغرض الاساسي. انا بحققه من البرنامج ده. لان في كلتا الاحوال. اه. يعني مش حيامل حاجة ازيد من اللي بيعملها الينجي فيو. ده ده بالنسبة لي. والتحكم فيه اسهل يعني. لكن الاتنين. من شركات قوية. الاتنين بيقدوا نفس المهمة. الاتنين بيطلعوا لك شغل احترافي جدا. وهم بقى معنا صح الاساس لكل حاجة. ان انا قدرت ان انا اشتغل عليهم. وطلع البوكس بتاعي واقفلوا بطريقة احترافية. وده طبعا بلا شك ان هو بيخليني متأكد بنسبة 100% ان الشغل بتاعي احترافي. ليه? لان برنامج متخصص بيحطي لي الماتيريال بتاعة الكارتون. بيقفل لي الكارتون. بيحطي لي المنتج جواه. بيعمل لي المستر كارتون ويحطي لي فيه المنتجات. يعني بيعرفني كل حاجة. بعد كده باخد الضيقات ده. اللي انا متأكد ان هو 100% بالمئة بالمئة بتاعته. وابدأ ان انا اشتغل على اي برامج من برامج يا جماعة البرامج الخاصة بتصميم المنتجات. يعني فيه ناس بتقول ان ما انا اعمل على مكب او اعمل على اه برنامج اه سريما فور دي او اي برنامج سري دي زي بلندر ولا كده. اه. لا. اه الفكرة هنا مختلفة 100%. ليه? انا باخد منتج بدخله على برنامج متخصص في تصميم المنتجات. بابعاده بمقاساته بكل حاجة. اه. لا فيه كده ابسط حاجة حولها لك. لو انا دلوقتي عندي منتج وعاوز اعمل للمنتج ده الماتيريال بتاعته. مثلا وليكن متيريال ورق جلوسي لامع. او مات. اه. مش عارف اعملها دي. انا عشان اعمل كده. على اي برامج سري دي. محتاج ان انا جيبي الماتيريال. ومحتاج ان انا اعمل يعني ما بينجي للماتيريال. ومحتاج ان انا اخش ازبط اعدادة الماتيريال. لا اللامع كده ولاي لا. لا انا هزودها لا اقللها كده. ست. حا. حستهلك وقت. حستهلك وقت. وتعديل. لو حبيه تعدل. ممكن. ممكن مسلا. لو انت محترف يعني نون ربع ساعة. انا بضغط ازرار بحط الماتيريال. خلاص صاحب. وانت ازاترد اللامة واقللها بسحبة شريط. يعني يعني بسحبة بار كده. اه. فانا بالتالي. مش بتخش على المابنج بقى بتاعتها وتعادل بقى. ولا اي حاجة. تاني حاجة عندك لعشية تحط لازم تحط لازم تعمل استيديو. لازم مش عب تعمل اضاءة. ده كله انا بحط الانفيرمنت وانا وانا ضغط ازرار. فبالتالي انا مش هستهلك وقتي في حاجات اصلا يعني عملانها مش هيأثر علي في احترافيتي. انا حط حاجاتي. لو فرضنا مثلا انت عاوز تحط جولد فويل. عشان تعمل التأثير ده مثلا على اي برنامج من برامج. قصة تانية قصة اه طبعا قصة عشان تعمله. وعد كده تقول لازم لازم تعمل انت لازم تعمل اصلا آآ آآ يعني تعمل نسختين لو انت عايز تطبع على شرار. لير تانية اه. هتعمل لير تانية طبقة تانية. واحد اسقص وتحط الماتيريال وتحط الاضاءة عشان تعمل الرفليكشن. لا ده كله بعمله بضغط ازرار لف المنتج او لف الانفيرمنت جوه البيئة بتاعتي. خلاص. فده الفرق ان احنا شغالين البعادين في حاجة كمان. فرضنا انا بس بديكم فرات بسيطة عشان الفرق بس. فرضنا ان انا حطيت اللوجو واللوجو طلع فيه حرف الره هو حرف الزال يعني او يعني او حرف الره حرف واو. مسلا لا اي كلمة. تمام. انت متخيل عشان تعمل في برنامج سري دي. هتعمل ايه? ده الابديت وبعد ايكا انا كل بعمله بكتبه عادي. بس. بس. يمكن هي ده الحاجات بقى ده ده هيجيبنا للسؤال التاني اللي انا كنت اسألولك. ودي الحاجات ده السبب اللي بيخلي ناس كتير بتتخوف من المجال. لانهما شايفين المجال صعب. ان انا بس عشان اعمل الديكا والتراسية. ويطلع مظبوط. وبالملي ما يبقاش فيه فرق. ولما يجي يتقفل يتقفل مظبوط. وانا مش عارف هو يتقفل مظبوط ولا لا. لان انا بعمله مسلا على برنامج الستريتور بس. فانا مش عارف ان فيه مثلا هو بيعمل لي تصميم العبوة بالابعاب بتاعتها بالديمنشن كاملة. واقدر اقفلها كمان واشوفها وهي متقفلة. واقدر اخد الكيشو مش الكيشوت بقى اقدر اخد اقدر اخد شوت ليها مسلا اوعرف الشكل بتاعها وهي موجودة قدامي موكب من غير ما اخدش على برنامج تانية عاملها كموكب. فالمصميمين يا بيبقاش عارفين ان فيه حاجات كتير تساهل عليهم الموضوع ده. فبما انك انت اتكلمت على الانجي فيو برضو حابين نعرف برضو بقيت الادوات اللي ممكن تساعد المصمم في انه هو يطلع شغله في البداية بشكل كويس ومش محتاج انه ياخد وقت منه كتير ومش محتاج انه يبقى الان من موضوع الاخطاء او انه يتحمل الخطأ زي ده لانه قلنا زي ما قلنا برضو الخطأ فيها يعني بيعور بيزعل. اه لو انت غلطت في حاجة او كده او طبعت فممكن المنتج لو عليه كيو ار مش مزبوط او عليه باركود مش مزبوط ده اه هتبقى مشكلة كبيرة. فحاجة زي كده انت المفروض ان انت بتشوف اه بتساهل على نفسك التصميم بتساهل على نفسك العمل عشان يبقى الموضوع بالنسبة لك ايه ما يبقاش اه مرهق او متعب او انت اه متوتر والان وانت بتعمله. بالنسبة بالنسبة للكلام اللي انت بتقوله اه اغلب المشاكل اللي كانت بتقابل الناس والاخطاء اللي كانت بتقابل الناس في تصميم المنتجات وبتخليها تخاف ان هي تخش في تصميم المنتجات. اول خطأ ان هو بيجي يحط الكلام يكتب الكلام على البوكس الى ايه مقلوب الناحية التانية. لان هو مش عامل دو برنامج. دي حصلت. دي حصلت وفي حد معنا في حد معنا من اللايف اه يفتكر كان معايا وكان بيعمل تصميم وحصلت ان التصميم اتعامل مقلوب. اه بعد ما اتطبع والمنتج خلاص جاء وكانت عمل منه اه عدد كبير يعني الاف. وبنبص لقينا العبوة مقلوبة يعني الكتابة بقت مقلوب. اللي عبوة مثلا بتتفتح كده والكتابة مقلوبة. فدي فعلا خطأ من ضمن الاخطاء الكبيرة والشائعة في الموضوع ده. ده. فلما يصممها قدام ويشوفها ابعادها وبشكلها هيقدر يلاحظ حاجات زي كده. احنا ممكن نقول ممكن نقول ان هو مثلا جاله ضيقات جاهز يعني مش هنقول ان هو اللي انشأه ممكن نقول هو جاله من مطبع جاهز. لكن زي ما انت بتقول كده من الاخطاء ان هو ما يعرفش الاتجاهات بتاعة الخط وده ده تكون في حدها يعني اه مشكلة كبيرة. تاني حاجة عدم قدرته على تصور المشهد الاخير للبوكس وده مهم جدا. جدا جدا جدا. مصبوط. لان قد يكون اصلا التصميم بتاعك بسيط جدا ومش فيه اللي خطين وكلمة لكن الفينيش بتاعه روعة. اه. فهو ممكن انت تشوفه اول عميل. اول عميل يشوفه. مم. وكان التسجيل واقف فاشغلته. تمام. اول عميل يشوفه فيقولك مثلا لو شافه تو دي يعني لو شاف تصميم بتاعك تو دي يقولك ايه ده تصميم ايه التصميم ده ما هو ما شافش التأفيل. تمام. فطبعا ده كان برضوك من ضمن وبعد وممكن تبا التصميم بتاعك تو دي شكله برضوك تحس ان هو جميل لكن يتقفل يكون بشع. مم. لان 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 وجود التصميم بتاعك على منتج سري دي متقفل لاختلاف نهائي بالمرة. صحيح. من ضمن الحاجات برضوك اللي كانت بتسبب مشاكل هي كده عدم قدة المصمم من هو يتصور ان المنتج بتاعه ده شكله هيكون عامل ازاي انا مش عارف. هل مثلا لو انا عملت له يو فيه هل لو انا عملت له مثلا طب انا مثلا انا انا في دماغي ان انا بقى انا هسيب الكلام دي باللون الاسود عشان انا هعمل له مثلا امبوس. انا مش عارف شكل الامبوس. ولا العميلش عارف شكل الامبوس. طب بشكل ايه بعمل ازاي. هو شايفه اسود قدامه فما يتخيلش. اه مش قادر اتخيل للشغل. فبالتالي العميل مش قادر يتخيل اللي انت عابل استعمله. فبالتالي يا ايما يحصل اختلاف هناك بين العميل. يا ايما انت وحظك بقى اتجرب المطبعة وخلاص. اما لو انا منطلع الشغل بتاعي ما ازبوطه منطلع منه للمطبعة بقوله ده البوكس الفينيش اهو. اشتغل عليه. فبالتالي خلاص هو المطبعة شاف شاف حاجة لايف قدامه. اللي مش لسه هيختار من دماغه. لا انا بقول له كده. ومش حاجة جاهزة مش حاجة جاهزة من ضمن المعذرة اللي قطع كلامك. مش حاجة جاهزة من ضمن الحاجات الموكب اللي بنجيبها من على المواقع بقى الاستوكات الجاهزة. لا. ده حاجة معمولة في الفعل. صح. الموكب ده موكب ده موكب ده موكب انت جايبه مش يعني ممكن يكون قريب من اللي في دماغك بس مش اللي في دماغك. دي حاجة. تاني حاجة هو اصلا واخد آآ زاوية تصوير من او او متعمل له اخراج من من البرنامج الاسري دي بزاوية تصوير معينة. يفرض انت مش عاوية التصوير المعينة دي دي حاجة. الحاجة التانية لما بتيجي تحط التصوير بتاعك بتحطه متقطع على الفوتوشوب والعميل والإفكت اللي بيكون موجود ممكن يخدع العميل وبعد كده يرجع لك يقولك انت مش ده البوكس اللي انت قلتلي عليه. مش ده البوكس اللي انت الله تقوله. لان انت حاطط له خامة غير الخامة انت طبعتها. صح. فدي في حد ذاتها مشكلة كبيرة. ممكن العميل يقولك تحيكت علي انت مديني موكب. بطلع شغل مية مية. وبيحصل مشاكل كتير مع الواملة صح. لان الماتيريال المختلفة. وانت بقى مش في دمائك. انت في دمائك انها بيكون منتج او خلاص. لأ. المكب. حتى من ضمن الحاجات برضو ان انجي فيو بيظهرها لك ممكن تظهرها كفيديو. يعني انت تظهرها في انجي فيو كفيديو. يشوفها قدامك بالابعات بتاعتها كلها. يشوف الفتاعها المنظور كله كامل. ده حاني. وبعدين كمان. وبعدين كمان ان تقدر انك لو لو بتعمل اكتر من شكل او اي حاجة في اي برامج من البرامج ديت بتقدر تتأكد فعلا ان المنتج بتاعك هيكون في مكانه الصحيح هيخش في الكاتون الصحيح. يعني بيطلق العنان زي ما اقوله لخيالك. ايش. ليه بقى? زي الاي سي سري دي. اي يعني يعني ده كله ده كله بيخليك بيخليك تخترع. يعني مش بيخليك كمان توقف عند حد معين. لا بيخليك تخترع. تخترع اي حاجة انت عاوزة. لكن لازم عشان تقدر تخترع دايما دايما الناس بتحتار. اه صاحب الفكرة ولا اللي ينفذها. اه. دايما الناس بتقولك مين 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 الصح? انا من وجهة نظري الشخصية يعني اللي يدري ينفذها. لان انا اي حد يقدر. مش اللي جابها من خيال. ما هو اي حد يقدر يحلم. انا بحلم ان انا اعمل فكرة طيارة. بس لنفذ الطيارة اقوى مني. لانه عندي خبرة في الكهرباء وفي اللحام وفي ده كله. انا مجرد ان انا عرضت. الفكرة. بس مين برضوك نفس النظام. انا دايما اسأل سؤال للناس. اقول يا جماعة مين اللي بسوق العرب السيارة? احنا اللي بنسوق السيارة ولا السيارة اللي بسوقنا? فكل واحد اقول لك لا احنا اللي بنسوق السيارة. لا. احنا بنسوق على حسب امكانيات السيارة. لان السيارة لو ما فيتش فرامل وقفها. بس ها? حط رجلك بقى في الارض وقفها. لو السيارة بتحكم بتاعتها ما بتجيبش يمين هاتها يمين. اه. لا انت بتتتحكم في السيارة بناء على امكانيات السيارة. على امكانياتها صح. ايه اما في الحقيقة السيارة بتتحكم فيك. لان السيارة لو وقفت فيها اي قطع انت ملكش اي لازمة. ام. فبالتالي انا لو عندي حلم وما فيش واحد ينفزه حلم مانوش لازمة. صحيح. فبالطريقة ديت انا بقى عندي حلم ان انا اعمل بوكس زي لها بس ما عنديش برامج تنفزه. يبقى الحلم مانوش لازمة. البرامج دي قادرة بقى ان هي تنفز الحلم. ام. او او معنى صح الحاجات دي قادرة انك خليج تخترق الشغل اللي انت عاوزه. وتقدر تحط عليه الماتيرة اللي انت عاوزه. فوفرت عليك مجود رهيب. صراحة يعني اه نقلت عالم تصميم المنتجات من مكان لمكان تاني. اصلا. صحيح. فبقى عندك الكدر على كده. فعشان كده. وهي دي فايدة التكنولوجيا دايما. يعني الناس بتتخوف. وده طبعا هيجي لنا ضمن اللايف بتاعنا النهاردة ان احنا نتكلم عن موضوع تخوف الناس من زكال الصناعي. فلكن اه بالعكس هي هي زي ما انت قلت كده. الحاجة اللي انا اقدر اوزفها بقى في صالح. اللي انا اطلع بقى افكار كويسة. ان انا اقدر استغل الامكانيات دي. فان انا اه تساعدني ان اطلع فكرة كويسة وتطلع للنور. انا مجرد ان انا عندي اه خيالات معينة او افكار معينة بس انا مش عارف اعملها ازاي او ما عنديش ادوات مساعدة تساعدني ان انا اطلع الحاجة دي. فا اه خلينا بقى دلوقتي وبعد كده بنتكلم عن موضوع الزكاة الاصطناعي عشان ده برضو محور من محاول اللي هنتكلم فيها النهاردة. بس نكمل بقى مسلا في موضوع المنتجات. انا برضو بصمم عبوات او منتجات. وعايز اعمل تصميم لعبول او الكيس او لاي حاجة. فانا بستخدم اكتر من برنامج. فقولنا اول حاجة عشان اعمل الديكات. انا بعمل الديكات على البرنامج الاستليتر او الفوتوشوب او اي برنامج. انا متفق معاك ان ما فيه مش شرط ان انا احط نفسي في بوتقة معينة او في قالب معين ان انا مش هشتغل غير بالبرنامج ده. فرضا البرنامج ده مش موجود. لو انا مسلا الاستليتر مش موجود عندي خلاص ما اشتغلش فوتوشوب. لا اشتغل الفوتوشوب. لكن زي ما انت قلت هي فعلا اه كل برنامج لمميزات بتسهل عليك العمل شوية. تخلي العمل بالنسبة لك اسهل. فدلوقتي خلاص احنا عملنا الديكات. اه قدرنا برضو ندخل على الانجي فيو. الانجي فيو بيدينا طبعا قوالب كتير. وبيدينا اه تصميمات لعلب وتصميمات منتجات كتير بمقاسات مختلفة. حتى الاكياز حتى الحاجات دي كلها موجودة. صح? اظن الاكياس موجودة. انا دلوقتي خلاص عملت بتاعي على الانجي فيو ودخلت خطة التصميم بتاعي. عملت الدزاين بتاعي على الاستليتر او على الفوتوشوب ايا كان. وبعد كده عايز اخرجه بقى. عايز اخرج التصميم بتاعي بشكل كويس للعميل. ايه البرامج اللي بستخدمها عشان اطلع التصميم بتاعي بشكل كويس? عندك مبدئيا بعد ما اتخلص الجزء ده بيخش عندك اشهر برنامجين انا اشتغلت عليهم يعني فيه برامج تانية كتير. لكن ممكن تكون مش واضحة او مش مشروعة. حتى ادوبي على فكرة ليها موقع انا عملته فيديو عندي على القناة. انك تقفل عليه الكارتون. لكن انا شايف اقوى برنامج. اللي هو الديمنشن ولا حاجة تانية? لا لا لا. برنامج ويبسايت بتقوى عندي تقريبا مش فاكر الويبسايت بسوى اه عامل له شرح يعني. اه ويبسايت من ادوبي بتخش عليه. بتدخل ضيقات بتاعك على الموقع. بترفعه على الموقع ويقفلك الكارتون ويديك اه يعني مشا له. يعني يقوم بدور الانج فيو? لا. هو انت انت بتديله ضيقات. اه يعني مش بيديك هو ضيقات. عشان يقفل الكارتون. يقفله بقى زي الاي سي سري دي او زي البلاجن بتاعت اسكو. يعني احنا اقول واخد بحتة كده يعني هو مسلا ممكن يكون انت بقول لك ايه مصمم المطبعة بعطاله ضيقات حاط عليه التصميم يعاوز يشوفه سليم ولا مسليم. فبدخله على الموقع. اه اه حاجة زي فيوور بس كده يشوف عليه. بالزبط. بالزبط يشوف الكارتون بيقفل مش بيقفل. اما دي يعني حاجة بسيطة كده. اما بالنسبة لهو خلص التصميم بتاعه بيستخدم برنامجين اه او برنامج وفلتر يعني برنامج آآ فلتر آآ اسكو او خدمات اسكو بصفة عامة يعني. آآ انا شايف حسب التعامل بتاعي آآ اسكو يعتبر قوي جدا بالنسبة للكارتون ووضع الماتيريال على الكارتون. تمام? آآ اس ري دي قوي جدا في كل العبوات. يعني العبوات التجارية ازايز اله هي الازاز البلاستيك الازاز المية الحاجات بتاعة التجميل الكريمات الحاجات دي كلها آآ مثلا الاكياس بتاعة الشيبس والحاجات ازاي ده آآ اس ري دي قوي. في حاجة ليه بقى لانه عنده القدرة على على المرونة يعني يقدر ينسخ اكتر اه خامات. يتحكم. الخامة يعني هو بيتحكم في الخامة اكتر. لا هو اول حاجة اول حاجة بيديك ماتيريال. تمام. انت تقدر تعمل الماتيريال. لانه يعتبر برنامج سري دي مصغر. يعني انت تقدر تحط الماتيريال تقدر تتحكم في الاضاءة. اسكو لأ طبعا اسكو ما تقدرش تتحكم في الاضاءة. هي الاضاءة اللي موجودة فيه بتستخدمها. الماتيريال اللي موجودة فيه بتستخدمها. الاسكو بترجع تدخله بقى الكيشوت بسلا بتعمل بقى الاضاءة. بالضبط. يعني لو حبيت حاجة بروفيشنا الاعلى بقى عشان ازهر مثلا شكل المعدن. ازهر شكل الخامة بتاعتي. ازاز ولا كده ولا بلاستيك. احطها بقى على الكيشوت. عشان بقى اطلع المشهد. تاني حاجة اه بقدر اتحكم في المشهد في الكيشوت طبعا. بس انا خلي الكيشوت للاخر. يعني اسكو. اسكو. اسكو متخصص ان انا اقدر احط ماتيريال. اقدر احط آآ آآ ليبل على الشغل بتاعي واعمله بطريقة احترافية. آآ بسهولة تامة. اصلا غير آآ اسكو. اقدر انسخ المنتجات وحركها وكبرها وصغرها بسهولة تامة غير اسكو. تمام. تمام. اقدر افتح الكارتون واقفلوا من نفس المشهد غير اسكو. لكن. انا شفت كمان الحاجات ان انت بتعملها اللي بتعرضه مثلا في المتجر او في الاستور بشكل معين على الاستاند والكلام ده. ده برضو في الاي سي سري دي. لا لا اللي هو لو انت بتحط على الاستور ده 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 بموجود في في الاستور اللي هو الخاص باسكو. ده برضو من ضمن اسكو ان انا بطلع المنتج وادخله جوه المتجر. ده متجر افتراضي معمول من اسكو. لكن كاسكو فيلتر بيشتغل على برنامج الاستريتور. تمام. بيكون البرنامج الفلتر الموجود على برنامج الاستريتور في الكارتون بيديني كل الماتيريا اللي انا محتاجها في الطباعة بطريقة احترافية. تمام. انا اقدر اعمل الكلام ده في ايه? في ايس سري دي. لكن في اسكو هو مزبط الاضاءة. يعني يعني هو مزبط. اما في ايس سري دي مارين. انا بقى اللي اعود بقى تزبط الاضاءة او كده. فانت عشان تطلع كل مرة مشهد مختلف. لكن في ايس سري في اه في اسكو. اه لا في اسكو هو حاطط اضاءة للمنتج للماتيريا اللي بتاعته معينة. اول ما بتشتغل خلاص. اه بيديك الشكل اللي انت عاوزه. تمام? لكن في العبوات. لا في العبوات مش مارين. اللي هي الازايز بقى والعليبات اكبر. اه صعب. صعب. اه هو تقدر اه يعني تكبر وتصغر المنتج. لأ. تجيب ابعاد المنتج مزبوطة وتدخله فيه وتشتغل عليه وكل حاجة. لكن اه لو انت عملت الليبل. لو عملت الليبل. مش تقدر تكبره تاني. يعني لو عملت الليبل دخلته على البرنامج مش تقدر. اما في ايس اس ري دي. لأ. اقدر اكبره تاني. تقدر تغير ابعاده تاني. تقدر تغير دايمنشا بتاعته. مارين جدا. لكن الناس بتحب طبعا فلتر اسكوليل لانه مرتبط مباشر مع. بالانستليتر. وغير كده في خدمات مع بعض الطباعة. يعني اقدر اشوف الالوان. المنتج بتاعي في كاملون. البر كود. اشوف الاخطاء اللي موجودة في التصميم بتاعي. ايس اس ري دي. لأ طبعا. بس معنى ذلك برضو ان انا اصلا كده كده التصميم بتاعي بيكون موجود على الالستليتر. موجود كده كده. اشتغل عليه وازبط كل حاجة. ده عرض بس. تمام? فالبرنامجين لازم يكملوا بعض. في واحد مثلا لو سألني سؤاله وقال ليه. طب اشتغل ده ولا ده. لا. كل برنامج في مستو اللي انت بتديك قوة واحترافية في المجال. ما ينفعش تشتغل ده ولا ده? انا بيجي للمنتج بفكر. انا والله المنتج اللي انا هشتغل على هيدي منتج اسبري مسلا او بخاخ او اي حاجة من الحاجات دي. بروح على اس ري ده على طبع. يعني انا يعني انا مش الشرط ان مفيش مثلا برنامج من البرنامجين او الفلتر او البرنامج يغني عن التاني. خليني مسلا اشتغل على واحد بس منهم وماشتغلش عالتاني. لا. انت ممكن انت ممكن تشتغل انت ممكن تشتغل على فلتر اسكو انا بقولك كل مدى امكانياتك بتتقدم وكل ما انت بقى تتطور صدقني مش هيعجبك فلتر اسكو في في حاجات معينة فانت لازم تدور على بديل عشان تحس انك تطورت مش يعجبك حاجة كنت بتشتغل عليها في البرنامج اللي انت شغل فيه صحيح اما لو انت لسه عاجبك لحد الوقت اللي انت شغل عليه يا اما حاجة من حاجتين يا انت مبتدئ يا اما انت بقى مش طورت يعني صح اللي خلاص بانت اثابت على وضعه فانا مسلا كنت بشتغل على العبوات الاسبرية مسلا اه فانا عندي عبوة خمسمائة ملي وعندي عبوة تلتمائة ملي فانا تلوقتي لما بحط الخمسمائة ملي وعاوز اعدل حجمها ما اقدرش الازم ادخش على برنامج سينما فور دي او ايه بنامج سري دي واقعد اصغر او اقعد ارسم العبوة اعمل مقاس مختلف صح اعمل للعبوة للموديل بباعت وازبط على الليبل طب ليه انا في ايس سري دي بحط الليبل بالمقاس اللي انا محتاجه وصغر على اللي عبوة يبه هي عبوة واحدة بس عملتها ولأ وتعالى على افضع من كده ان انا اقدر اعمل خاصة بيا او بعندي المنتجين موجودين عندي في الليبري موجودين عندي في الليبري بتاعتي خلاص انا عندي انا عامل عندي بكل المقاسات بتاعت الشغل بتاعي اه انت عاوزين يا جماعة عاوزين والله العبري الاسبرير خمسمائة ملي نشتغل على تصميم هاتها طب الخمسمائة ملي انا عندي منها معاسين واحد سمول واحد لارج هات انا عندي الاتنين عاوزين ربعمية صغير ولا كبير يقول لي كده او حطه طبعا فين الكلام ده في اسكو انا مش بعلل من اسكو طبعا ان انا بشتغل على اسكو بس انا بقولك فين الكلام ده من اسكو مش هو يبقى انت الوقت اتطورت بعدين اتطورت عاوز اعالي الوقت طب واحد يقول لي خلاص انت لو انت عاوز اسكو خلاص يعني اكيد خلاص خد المنتج من ايس سري دي طلعوا وحطوا بقى في الستيديو تول كت عندك في اسكو واشتغل بقى ايوا صح يعني بعد ما تزبط عليه الليب والبتاع والمقاس والحج خدوا بقى وديه هناك وانت كده انت عارفه مزبوط مية في المية تمام ويشتغل براحتك بقى بس مش هتاخد اللماعات بتاعت المعدن مش هتاخد الفل اللي هو بتاع العبوة يعني مثلا لو انا عاوز اعمل الفل اللي هو المنتج اللي هو مش هاخدها مش هاخد اه اه الحاجة للمنتج اللي جوه كمان اه 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 زلطة انا هاخسر حاجات كتير يعني انا هاخسر حاجات كتير هقدر اتحكم فيها واقدر مسك وطبعا مش هقدر بعد كده عشان اعدل في الليبل لازم انشئ واحد من دروك دي التاني طيب افرض بقى انا عاوز اللي استوانة تبناي مع الارض اروح اعمل مشهد جديد في اسكو عشان مقدرش اغير المشهد بتاع الاي سي سري ده وغيره في الاسكو لا لا لازم تعمل مشهد تعمل للمنتج بتاعك وبعدين تعمل مشهد جديد عشان تزاق وبداللوقتي عندك عندك مشهدين اما انا مثلا في اس سري دي انا حسيت ان انا بعمل دعية لاي س سري دي بتعمل له اوتوماتيك يعني يعني وقتي وانت عاوز يعني مثلا انا عاوز نايم خلاص نايم اهو اه اعاوز واقف واقف اعوز مقلوب مقلوب صح خاتلك اه فده كله طالعا غير ان هو مستقل ملوش دعو بالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل صرته عندي شغال برا. يعني. خدت بالك? بس ولا غنى زي ما انت قلت عن الاتنين. انا عارف عندي خلفية عن الاتنين. اقدر اشتغل على الاسكو. واقدر اشتغل على الايسي سري دي. لازم. لازم لو انت عند الطريق الطريق بتاعك او الشغل بتاعك عشان تكون شخص احترافي. او شخص عاوز يعني تتمكن اكتر. غير كده طبعا ايسي سري دي. اه عنده القدرة ان هو ينشئ مجسمات. ممكن تكونش بالطريقة الاحترافية بتاعة السينما فور دي والحاجات اللي زي كده. لكن بيدهلك بطريقة اسهل. يعني تقدر تنشئها بطريقة اسهل حتى لو تتأكد ان الشغل بتاعك كويس. طيب انا ده النقطة دي جابتني برضو نفس السؤال. يعني انا دلوقتي لو انا بشتغل على برنامج من برامج سري دي سواء سينما فور دي او بلندر حتى او اي برنامج تاني. يقدر البرنامج ده يغنيني عن الايسي سري دي ولا طبعا ما يقدرش يغنيني عن الايسي سري دي. من ناحية يغنيك من ناحية ايه? من ناحية زي ما انت قلت في الاول ان انا بقدر يعني فيه اه سهولة اكتر في الايسي سري دي ان انا قدر اعمل المنتج بتاعي بالابعاب بتاعته مزبوط بالمقاسات اللي انا عايزها مش مجرد موديل انا بنفزه على على البرامج سري دي بس. اه انا انا دلوقتي انا واحد من الناس اه لما تعلمت ايسي سري دي واسكو مسلا وكده اه حبيت اتطور. فطبعا عندي منتجات انا عاوز ارسمها. يعني او عاوز اعمل لها يعني. مودلينج اه تمام. فانا يعني مسلا الاستوانات بيجي لمنتجات انا عاوز ا اوز اطلعها بطريق احترافي. بشكل. تمام? على مستوى يعني. فطبعا ان انا روحت اتعلمت اه ايسي سري ايسي سري يعني خدت فيه مشوار شوية يعني. عشان اقدر ارسم الحاجة اللي انا عاوزها. تمام? لكن انا برسمها مودلينج. تمام. ما مش مش شاغل دماغي بماتيريال. ما اساتها ولا بماتيريال. اه ولا الحاجات دي كلها انا كده كده اصلا باخدها بدخلها على ايسي سري دي بحط الليبل بتاعي بحط الماتيريال وبحط الفل وبحط كل حاجة انا عاوزه واشتغل. تمام? تمام. فبالتالي اي منتج عندي اه في ناس يقول لك مثلا طب انا ما بشتغلش سري دي. مش مشكلة انت لو خشيت لقيت المنتج بتاعك فري مجاني نهاته ودخله على ايسي سري دي. لو ملاقيتش المنتج مجاني ايه يعني مشكلة لو انت عندك منتج هتحطه في اللايبري بتاعتك بعد كده وتستخدمه مرة واثنين وثلاثة لأي عميل عندك. وتدفع دولار مسلا لأي واحد اللايين يقول له ارسم لي دي واتفع له دولار وحطه مسلا وحط المنتج بتاعك في اللايبري عندك. مرة واثنين وعشر وعشرين لو لك عميل يبقى عندك ليبري موجودة. او انك تتطور من نفسك وتبدأ تتعلم المودلينج. تتعلم الحاجات اللي هي يعني خفيفة بتعمل مثلا حبل لمنتج. تعمل الحتة مثلا البلاستيك اللي بتتحط تتشد منها او الورق اللي بتتشد منها الكارتون. يعني حاجات كده يعني اه تخدمك في الشغل بتاعك يعني. عشان تبقى انت الشغل بتاعك اه كويس. فده مستقبلا يعني لو انت بعد ما بتتطور بتخش لحاجة زي كده مستقبلا. لكن مش مطلوب منك مبدئيا انك تشتغلها. يعني خدت بالك. مش مطلوب منك مبدئيا انت اه اغلب المنتجات اللي هتجي لك اكيد اكيد. اه هنقول مثلا منها خمسين في المية تقدر ترسمها سري دي جوه البرامج دي. ليه? اغلب المنتجات اللي هتجي لك. المر بتاعها يعني اليمين زي الشمال. يعني لو قسمت المنتج مصين يطلع اليمين زي الشمال تقدر ترسمها. المنتجات اللي ما تطلعش معاك اللي هي اليمين متاحة من زي الشمال. وطبعا المنتجات اليمين متاحة زي الشمال كتير جدا عندنا المنتجات يمين زي ظالمية. العلب الكريم. كريم الوش كريم الشعر حاجات زي كده. البخخات اللي هي طول البخخات دي مثلا ممكن تلاقي الشكل بتاعها الاستواني موجود. الحاجات اللي زي كده. دي طبعا هتلاقيها تترسم جوه عادي مفيش مشكلة. برضو في حاجات اللي هي المعقدة شوية يقدر يرسمها لك. اللي هي مثلا يكون الشكل من تحت دائري من فوق ادياء شوية من فوق كده يقدر يرسمها لك عادي بطريقة سهلة. تمام. فدي من الحاجات يعني اللي احنا. آآ نقدر برضو نزبطها. تمام. حلو جدا. طيب. آآ خلينا بقى نقول على موضوع الشط للتصميم نفسه. انا خلاص عايز اعمل بقى شط او عايز اعمل حاجة اطلعها للعميل يشوفها. كتصميم سري دي. المخرج بتاعي بقى. اه. لا انا اكلمك الاول آآ على الحاجات اللي هي. لو انا مثلا بصمم منتج. تصميم المنتج عندي بيكون في اساسيات لازم تكون موجودة. حتى لو العميل مش جابها لي. فانا لازم يكون. انا كالراجل عندي خلفية. في تصميم المنتجات مثلا كل منتج بيختلف عن المنتج التاني في بياناته. لكن المنتجات المتشارك فيها ايه? يعني يعني اللي كل المنتجات متشاركة في حاجات معينة. حاجات يعني ده بسكويت شكولاتة لبن تمر هندي اي حاجة لازم اسم المنتج تاني حاجة الشعار بتاع العميل موجود تمام تمام بعد كده لازم وحتما اي منتج طبعا هو مش دورك بس انا بقولك انت تقول لعميلك كده يعني لازم وحتما يكون لو المنتج اكل عليه مكونات وسعرات حيارية بيتكون عليه باركود الناس اي منتج عميلي صنع ويبيع ومش عليه باركود ده تحت بير السلم طيب حلو جدا موضوع البركود ده برضو هنتكلم عليه طيب بعد كده يكون عندك ده بالنسبة للأكل البركود ده بالنسبة للأكل طيب بالنسبة للمنتجات التانية اللي هي الاستخدام الشخصية آآ مزيل رش اي حاجة لازم تحذرات لازم تحذرات ليه لان انت عندك الاستوانات مثلا الاسبريل مضغوطة لازم تقول يا جماعة لازم تحط تحذير ان دي ما تترميش في النار صح تعمل كارسة طب انت عندك مثلا بتعمل البطارية لازم تقول البطارية دي ما تترميش في الزبالة لازم مثلا تقول ان خلي بالك ان المنتج ده لو جيه على ايديك من غير الكلفز او جوانتات حيديك هيجي جسم حيعمل العين صح ولازم تكتب انت لو عمل كده ايه الاسعافات الاولية تمام لان طبعا ممكن حاجات زي جدها تترفض كتير من الجمارك لانه مع لهاش المواصفات تمام الحاجات ده اساسية لازم تعملها طبعا مع اختلاف بها اذا كانت الدولة اللي انت بتشتغل فيها هي عاوزة عربي ولا مش عاوزة عربي لكن من ضمن الحاجات اللي هي الاساسية لازم تحط التحذيرات استعمال المنتج اه تحط باركود تحط المكونات او المواد اللي هي مستخدمها في الحاجة ديت عشان توضح اه ده كله بيجنبك حالات كتير اول حاجة مشاكل مع وزارة التجارة اه بيجنبك انك المنتج بتاعك تدي له ثقة ومصدقية انا بقولك انت كمصمم لو انت بتفهم العميل بتاعك تمام لكن الفرض عميل قالك انا عاوزه كده هو عاوزه كده تمام انت بتعرفه بس الحاجات ديته بعد كده هو ليه الحرية بقى ايه يعني انت عادي ستعرفه كده تمام لك خلاص انت عامله كده مفيش مشكلة لان الحاجات ديت اي عميل هياخد منك الشغل ده يعرف ان هو بيعمله من تحت بير السلم وانا هنصحك ساعتها وبضربه في السعر اه يا ترفضه يا اه البركود البركود انت عادي تتكلم عن البركود البركود ده يا جماعة البركود والكي ار اه عايزين نتعرف البركود ده مش بتحط عشوائي يعني البركود ما ييجي واحد يقول لك حطيلي بركود مش عشوائي البركود ده نوعين واحنا بنستخدمه كتير هو طبعا انواع كتير بس كل نوع على حسب لو بتصدر كتاب على حسب لو بتصدر منتجات معينة لكن اللي احنا بنستخدمه في المنتجات بتاعتنا ان كانت كده او ان كانت كده هو البركود بيكون عندنا بنشتغل على النوعين اتنين كود 128 اسمه كده لو انت بتفتح ايه برنامج ببركود هتلاقي كود 128 وN13 E N13 E N13 ده بركود دولي يعني ايه بركود دولي يعني جاي من البلد المصدر بتاعته نازل عندي في السعودية ونازل عندي في اي بلد موجودة في نصر ببركوده الدولي صنعة في اليابان ببركوده الدولي يعني المنتج ده في اي مكان في العالم بالبركود الدولي ده تمام؟ طب حتى الموجود محلي برضو بيبقى E N اه لا E N13 ده بركود دولي متاخد دولي برقم ما بتكررش طيب احنا عندنا مثلا في مصر في هيئة خاصة بالتسجيل العلامات او تسجيل البركودات ايوة ده بركود محلي بقى يعني انا دلوقتي شركة عندي منتجات فهو اقول له اديني بركودات محلية عشان اشغلها عندي في البلد في الداخل فهو بقول له انت هتاخد سيان يعني من تسعة تمن صفار الف ملا حد تسعة تمن صفار الف ومية وخمسين انا شريهم اه بزفت تمام؟ طيب ليه بقى بحط البركود عشان التتبع يبانا دلوقتي لما امسك في المنتجات بتاعتي منتجات منتجات الصلاحية وبص اقول له اه تسعة تمن صفار اه ده دي شركة الفلانية يا جماعة يلا اقلبها انا هعرف اجيب منتجك ازاي وانا مش عارف بركودة بقى وسجل منين طيب المنتج بتاعها كان دولي اقدر اشيره من السوق كله اعمل حظر على المنتج لان ده منتج دولي ما بتكررش هو اخذ رقم واحد في كل انحاء العالم هل انت تقدر تطلع منتج دولي اه باسم مصر المنتج ده مصدر ومصر في كل مكان في العالم حيتضرب حيتعرف ان المنتج ده جاي من مصدر واحد وده بيحصل في مين في الوكالات اذا وانا واحد توقيل من شركة معينة بيديني بركود دولي يعني بيبقى البركود مختلف على البركود المحلي اللي انا اخذته البركود المحلي انا بكاريته عندي من 100 ل150 احط اي رقم تمام اخطر عشوائي بس ما بتكرر يعني ممكن احط اتنين بركود اه ممكن احط اتنين بركود بس طبعا الكلام ده هيكون خطأ عندي لانه في المبيعات عندي في السيستم عندي في البتاع انا مش عارف انا بيأتي من ده دي ومن ده دي ما هو الاتنين نفس البركود صح فبالتالي بسبب لانا مشكلة وعندي وزن مختلف او زن مختلفة بالزبط لكن البركود الدولي لو انت اخترت رقم منه عشوائي يعني فليكن البركود الدولي خمسة وعشرين تسعة زيرو زيرو مثلا واحد فانت قولت انا زكي انا هحط بس هحط اتنين اه لا البرنامج مش حيضة ينزلوا اه ليه لانه عامل زي سيريال كده انت او مش لازم يمشي بواحد اتنين تلاتة اربعة لا هو بيتكارية عشوائي في امتني تمام اما المحلي لا بيكون مثلا ستة تمن صفار تسعتاشر واحد وستين اتنين وستين تلاتة وستين اربعة وستين لانه معالي بيتكارية الداخلي في الشركة اما الدولي ما ينفعش اه راندم كده عشوائي عشان تعرف ان الدولي صحيح ولا من صحيح لما تيجي تدخله في اي بنمام كبار كود وتحطه لو فعلا صحيح متكاريت بيطلع لو رقم غلط ما بيطلعش بس انا خلينا يقولك الـ E-A-N لان البلاجين اللي موجود على السليترو اسمها E-A-N-13 هي بتعمل البركود بتاع المحلي عادي E-A-N-13 E-A-N-13 أنا معاك لما انت تدخلها بتعمل البركود المحلي لازم بتديك شرط زيادة ايوة انا عارف لكن لكن انا بتكلم على الجهاز اللي هو بيعمله فيه في الاماكن اللي موجودة الاسكان اه الجهاز الاسكان اللي بيعمله بيسكان الاسكان انا ما قلتش انا ما قلتش الـ 128 ما يجيبش الـ E-A-N-13 دايما نخلي بالك كده اه الاعلى يجيب الاقل منه اه خدت بالك الاقل ما يجيبش الاعلى فانا بقولك ان التاني بيجيب بس بيديك ان هو زي نظام خدع ان هو ده يعني بركود بس هو شو بركود ده مش بركود دولي مش مزبوط ده هو بيديه كده لكن ممكن يتعارض ممكن يتعارض هو احيانا ما بتعارضش لان انا عندي الجهاز بضرب به مش بيتعارض لكن المتعرف عليه ان هو بيميز يعني يعني الـ 128 ده الدولي 128 ده الدولي اه 128 ده برضو 128 ده المحلي والـ A-N-13 A-N-13 ده الدولي الي هو اللي انت وينفع يتعامل اه لو احنا بنتكلم عالبلاجل اه ينفع يتعامل اه تمام تمام خلاص ده بار كود الكيو ار لا الكيو ار ده بقى بتستخدمه بتحط ويبسايت بتحط بيانات بتحط اي حاجة بس البر كود لا البر كود بيتم تضربه تحت الرقم ده جاي بيانات منتج موديل بعمل نوكام بيطلع من على سيستيم وزنه كام اسم الصنف ايه الشركة المنتجة ليه ايه الحاجات بيانات خاصة بالمنتج نفسه لكن الكيو ار ممكن يبقى بيانات خاصة بالشركة نفسها او موقع ويبسايت او داتا معينة عايزة حطها بيانات مثلا كارت اي حاجة من الحاجات دي تمام وطبعا الكيو ار بتعمل بالاستليتر وبتعمل بالاندزاين وكمان بالفوتوشوب فيه بلاجل للموضوع ده البر كود البر كود بتعمل البر كود البر كود لازم يتعمل ببرنامج ببرنامج بر كود وطبعا البر كود موجود منه في في اسمه ده اسكو وموجود منه على فكرة في وموجود منه في اي برنامج خارجي اسمه بار كود بار كود استيديو او اي حاجة زي كده موجود حتى في الاكسل انت تقدر تعمله على الاكسل صراحة ما عملتوش قبل كده على الاكسل كشرايط ما عملتوش لكن لكن انا اصدلي ليه بنعمل بالحاجات ديات لانه بنقدر نتحكم في حج دقيق البر كود وفي الكلام فوق تحت في بيانات يعني بنطلع الشكل اللي انت بشوفه على المنتجات تمام لكن الQR ممكن تعمله اما اضافة زيادة اما تعمله على اندزاين على فكرة حتى اسكو تقريبا فيه بQR يعني اسكو فيه مبموعة كبيرة جدا من الانواع البر كودات هو بصراحة الحاجتين اللي بالنسبة لي اللي بعملهم بستخدمهم في الQR او في البر كود هو البلاجن اللي موجودة في الاستيليتر دي بتعمل QR كود او موجودة في الاندزاين عشان لو انت عندك داتا مثلا ارقام تليفونات او داتا كاملة عايز تحطها فدلوقتي بالنسبة لك ايه انت ممكن تعملها على الاستيليتر او الاندزاين ده بالنسبة للQR كود فيه بقى البر كود برضو الاستيليتر فيه اضافة اللي هي الاي اي ان دي موجودة في الماركت بليس بتاع ادوبي كرياتي في كلاود وتقريبا برضو انا مش بتذكر هي موجودة في الاندزاين ولا لا بس انا بعملها البر كود بعمله عاماتا بالاستيليتر ايوة هو موجود اه انت ممكن حتى البر كود لو انت عايز تعمله كعلى كارت اعمله في الاندزاين افضل حاجة اه على كارت الكون تكتب بتاعتك بتبقى كلها وفري ومش محتاج انك تجيبه من بره او يديك اي حاجة من ال كموقع ولا حاجة بالعكس انا دايما بعمل كل البر كودات الى الكروت على على الاندزاين في مواقع تانية زي المانكي مش عارف فيه اه موقع اسمه مانكي في موقع في مواقع كتير بتعمل ما تشتغل ليه طب ما تنزل برنامج برنامج حجمه اربعة ميجا ولا عشرين ميجا متاح عندك على طول اللي هو بتاع الايه البلاجين اصدق ايه لا ياما برنامج خارجي ايوة مش محتاج تخش على الووبسايت لا بتحط لا هو بصراح بتكتب والميزة فيه كمان في البرنامج ده ان انت بتعمله يعني بتسحبه من البرنامج ترميع على بيجيب لك التصميم او بيجيب لك البركود على طول فورا اه على طول بيجيبوا على طول لكن غير قدر للتعديل عليه عشان تعديل عليه لازم ترجع تاني اه تلغيه بقى تمسحه خالص وتعمله بنوله جديد اه اه تغير وتاخد من البرنامج تاني وترجع انا على طول بعمل الQR كود ده بعمل يما موقع ويب سايت او صفحة بيج بيج مثلا عن فيسبوك او كده او بحط داتا يعني انا مثلا عايز اكتب المنتج المنتج ده وال ال البيانات بتاعته وممكن اكتب داتا كده تحت بعضها وتتعامل على الQR برضو بنفس البلاجن دي بدخلها في الباني اللي بتظهر اللي بتاعت الQR كود اسمها QR كود أو QR كود حاجة زي كده تمام فانت من خلالها فعلا بتقدر تكتب الداتا لو انت عايز تكتب داتا عايز تعمل بتاني موقع وكل الكلام ده مجرد ما هي ضغطة واحدة فعلا زي ما انت قلت بتدخلك على على تفتح لك صفحة جديدة وتعملك فيها الكلام ده بالضبط تقدر تاخدها بقى تخطاها على المنتج هو ده يعني المشكلة هو بس المنتج أو المنتجات احنا بنحتاج فيها بس الQR كود ومش هتختلف معك يعني هاتها بالطريقة اللي انت عاوزها لكن دايما دايما الQR كود يفضل ان هو يكون Black اللي Black 100% عشان يبقى القراءة سهلة يعني والميزة اللي موجودة الجميلة في اسكو ان هو بيديك رسالة تحذيرية اذا كان الQR كود بتاعه حجمه غير مناسب في القراءة تقريبا عن كام مفروض ما يقلش عن كام مفروض ما قاسه ما يقلش عن كام على حسب على حسب التصميم اللي انت شغال عليه يعني هو ده وقت مفروض ان هو اقل حاجة يكون تقريبا تلاتة سنتي عرض في ارتفاع مثلا سنتي ونص او حاجة زي كده عشان يكون القراءة أسهل لكن مش معنا ان انت صغرته وانه مش هيقرة لكن هو بقولك الانسب مثلا انت على حسب ما انت شغال بيدي لك التاني حاجة ما ينفعش البركود بتاعك يتحط أسود وتحط على خلفية دارك لازم تعمل تحته رتانج البيضة او مستطيل ابيض صح عشان القراءة تكون واضحة وصريحة لكن لو انت مثلا من الفرد ان انت بتشتغل على تصميم وتصميم بتاعك شفاف وانت مش معاش عايز تستخدم فيه الابيض خلاص حطه كده بقى او جازف او كده كده الرقم المكتوب تحت لما مش بيقدر ان الباقي يقرأ البركود بيكتبه بيكتبه صح اه بيكتبه هو كده كده بيعمل لك الستقود ديت وتحت منها على الرقم احيانا لنحيان ممكن احتكاك المنتج حد دي ما بلونا مسحة البركود اتناسح في الرقم بيكتبه منه تمام تمام مظبوط وهو حتى البركود هو الاشارات او الالقام ديت او العلمات الستقود اللي بنشوفها دي هي كل رقم تحت منها هو ده معنى الخط ده انا كنت شوفتها بردين هو زي نظام التشفير دي يا جماعة عبارة عن تسهيل على عدم ادخال الرقم باليد بالجهاز فالجهاز مش حيارة لرقم فبقرأ الشرط ديت على اعتبار ان هي كود واراها بالترجمة عنده الارقام دي كده لسهولة تدخيل البركود بس طيب احنا عايزين برضو نقول للناس ايه اللي يخليه يعني زي ما احنا ذكرنا من البداية ايه اللي يخليه يبقى ما يبقاش عنده تخوف هو بيصمم منتجات وايه الحاجات اللي ما تخليش عنده اخطاء زي ما قولنا مثلا انه هو حطت التصميم بالضايكات بتاعه مقلوب او الكلام ده فعايزين برضو نرجع نعمل دي كاب سريع كده ونقول للناس ازاي يتلاشى الاخطاء ديت هو بيصمم منتجات شوف انا حقول ايه النصائح اللي بتنسحله منك تمام انا حقوله بس من الاول خالص انت ليه عاوز تشتغل تصميم منتجات لو هو يدر يجعب على السؤال ان هو ليه عاوز تشتغل تصميم منتجات مثلا فاي حاجة بعد كده هتكون سهلة طبعا كلنا شايفين ان اكتر المصممين اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي كلهم شغالين سوشيال ميديا هويات تجارية شعارات انا هتكلم هتكلم يعني بصفة عامة بخبرة بقى لي يطلع 13 سنة في المجال يعني يعني أو 14 سنة كتير يعني فدايما الناس بتروح للحاجة السهلة بصوا جماعة الحاجة السهلة ما بتجيبش فلوس اصلا ليه لان منها كتير ان كتير بيقدر يعملها دي حاجة بعدين الحاجة اللي هي كل الناس عرفاها وسهلة بيبدأ يسترخصها يعني معلش في الكلمة يعني لو انا قلتلك عصير عصير ليمون رحت تشتريه فانا قلتلك العصير دي 800 جنيه انت تقول لي ليه ما انا راح اجيب 2 كيلو ليمون وراح اصير واعمل يا شرب وانا اشرب الشرع كله صح مثلا يعني خلاص ليه لانك التعارف بتعمل ازاي يعني عارفك غيرك بيعمله ازاي يعني العملية مكشوفة تمام وبعدين في مجالات مهددة ازاي خلاص السوشال ميديا مثلا يعتبر مهدد زي المطبعات ما كانت مهددة يعني المطبعات دلوقتي كانت الناس بتطبع ورقيات خلاص ما عادش فيه ورقيات فنقلوا على السوشال ميديا السوشال ميديا مهددة اه مهددة بس في الوقت الحالي لا مش في الوقت الحالي مستقبلا اه مستقبلا احنا مش عارف ممكن بعد كم سنة صح تمام لكن دي مش يخوفك انت كشخص موجود بالعكس هو مش هيجي يعود على الجهاز ويشتغل شغلك اللي انت بتشتغله ويسيب شغل اللي هو بيشتغله اصلا لا طحية بقول لك يعني في ايه في ما معناها لو لا دفع الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض يعني كل واحد بيعمل جزء بتاعه والتاني يعمل جزء عشان الناس تكمل بعضها اه تكمل بعضها فانت ما تكونش خايف خايف من حاجة زي كده بس بالعكس اتطور نفسك حتى تلاقي المصمم اللي يجي يقولك يا جماعة الدنيا من غير تصميم بروح يجيب لك الشيبس وزيزة كنز طب ما هيقول لها منتجات انت جلتين لسوشيال ميديا انت بتقول الدنيا من غير تصميم جبت المنتجات ايوة ايوة ما هو الدنيا من غير تصميم في المنتجات صح اما دينا غير تصميم في السوشيال ميديا لا فانت عندك كل حاجة في حياتك منتجات الكيس اللي انت بتفتحه الصبح بتاع الناس كافيت 3 في 1 ده عشان تشربه منتج صح الماوس والكيبورد اللي بتروح تشتريهم جايين في باكيج الشاشة اللي قدامها دي كانت في باكيج آآ القلم اللي انت جايبه في باكيج كان جاي في علبة موجود النضارة بتاعتك لما بتشيله وبتحطها بتحطها في باكيج يعني كل حاجة في حياتك باكيج وانت ماشي رايح تاكل بتاكل في باكيج المعالق البلاستيك اللي بتجيبها بتكون فيها كياس المناديل اللي موجودة مطبوعة ديت موجودة كلها باكيج كل حاجة بتجيب بيتزا باكيج بتجيب كل حاجة باكيج لو بتشرب كنزة في كوباية باكيج لو بتشرب شاي باكيج كل حاجة باكيج فبالتالي الحاجات ديت ما لهاش نهاية لو اختفت كل حاجة في الدنيا مش هتختفي دي لان احنا هنشرب من المنتجات ده فعلا السؤال اللي كنا نتكلم فيه اللي هو فكرة خطر الذكاء الاصطناعي على تصميم العبوات والمنتجات هو ممكن يكون فعلا اه في خطورة شوية على تصميمات السوشال ميدي لكن هو هل هو خطر على تصميم منتجات يعني ممكن لايه الزكاء الاصطناعي بيعمل تصميمات منتجات او عبوات هو ممكن ممكن يكاريت لك زي المواقع يعني مثلا عندك المواقع اللي بتحط لك اه لايبري كبيرة بالنسبة للضيقات وتقول لك تعالي حط تصميمك هنا واحنا نصممو لك ونطباحو لك وحاجات زي كده تمام شوف لو كانت نجحة المواقع ديه والمواقع ديه على فكرة من زمان من بلا كتير لو كانت نجح المواقع ديه اوي اوي يعني زي ما بقوله كده اصلا ما كانش في حاجات بقى دلوقتي اه كتصميم منتجات يعني تخيل معايا كده كل منتج بيكون مختلف على المنتج التاني ازا كان الاصطناعي بيجيب من كل المنتجات اللي موجودة على مستوى العالم او الصور ده تريد دخل ويبدأ انتي انا ممكن ااخده مسلا ان هو يقول له هاتلي فكرة منتج معين مسلا معلش يا محمد هقطعك دي واحدة انت سمع اي دوشة حوالي او حاجة? لا. فيش اي حاجة طيب الحمد لله. بس في كلاب بتهاوها وبره. اه لا. كويس من الصوت مش واضح. فبالتالي فبالتالي اه هو ممكن يظهر بعد كده اه يعني ليه لا يعني ان هو يقول لك كارية المنتج معين انا شايف ان هو مش هيحكاية ان هو مش يظهر انا شايف ان هو صعب ان اتقول له ان اعاوز منتج مسلا ان يكون اكتوب عليه بعينات كزا ومكتوب عليه باركود كزا ومكوناته كزا معلش يعني هو مسحر. اصلا. ايوة صحر. وبعدين ايه هو هيجيبها لك صورة طب انت عايزة تحركها يمين? طب حطلحها للعميل ازاي وهي مفروضة تودي. طب حتوديها للمطبع ازاي? ام. لا. صعب صعب. ممكن الزكال الاصطناعي بعد كده يعمل لك. انا مش هقول لك مستحيل. لان في الوقت التكنولوجيا احنا فيه مش مستحيل. بس انا اقول لك لسه بعيد يعني. بعيد او حاجة زي كده. لان فيه اخطاء يعني يعني مثلا المطابع نفسها بكون فيه اخطاء لازم العامل يزبط يدوي مع انها شغالة مكينة لكن العامل يزبط يدوي. صح. فدي حاجة يعني متهددكش. وبعدين انت مبهم. يعني لو عميل جالك وبقول لك انا عاوز اصمم منتج كارتون يا ياسر. اه عن مثلا عن اي 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 حاجة عنده. وليكن مثلا يا سيدي كارتون مطعم وعاوز منه كارتون بيتزو ولا حاجة زي كده. تمام? ام. لو حطيت له السعر مش هيروح يقول لك الجملة المشهورة لا ده نقدر هعملها بخمسة ريال او بخمسة جنيه او بعشرة جنيه. ام. انا هتحداك ان هو قال كده. ام. طبعا صح. ويقول لك مثلا ايه. طب قل اللي سائر شوية. طب السائر بتاعك كده. طب ايه? طب احنا لسه نعمل حاجات تانية. اما لو بتعملوا تصميم سوشال ميديا يقول لك لا. كتير. ام. انت بتقول ميت جنيه في تصميم ليه? ما هو على على التواصل اللي هو واحد هيعملوا بخمسين. صح. بخمسة وعشرين. اما مستحيل يقول لك في المنتج كده. انا. مستحيل واحد جدني. اما يرفض الطاق يرفض الشغل. عشان هو اعلى اعلى من مزانيته. اما ما يقوليش انك اه راح لواحد بخمسة ريال. او بخمسة جنيه. صح. ما يدرش. ليه? صح. لان هو عارف ان الحاجة دي مبهمة من عليه. مش هيفها. ام. مش هيفها. فبالتالي مش اقدري جادل. التاني حاجة هو عارف ان الحاجة ديك حتدخله فلوس. والسوشال ميديا هو ببقوا في اعتقاده ان البوصل بتاع السوشال ميديا خسارة عليه. خسارة صح. لحد دلوقتي ما حدش مستوع من. مش معتقد ان ايه? لا ده خسارة علي. الماتيري اللي عندي في المحل التاعي هي دي اللي بتجيب لي فلوس. صح. هو كده. يعني يدفع. وبيصرف عليها مرة واحدة تصميم لكن بعد كده بيطبع منها على طول من غير ما يصرف تاني. بالزبط. تاني حاجة دي دي هويتي. اما البوصل ده انا بعمل بوصل كده عشان مسلا يجيب لي اه كم بتاع ورد مش بحطه في الاعتبار. ده ده انا دافع عليه فلوس. يعني دافع عليه اعلان ودافع عليه للمصمم اللي صمم. وكمان ممكن ما يجيب ليش. اه. خدت بالك. فده فكر موجودة عند الناس. فده بيكون مختلف خلص. فطبعا كل مجال مهم. انا بقللش بمجالات. طبعا كل مجال ايه اهميته طبعا. انا بقول لك الوضع الحالي ايه? طبعا. فيه ممكن يطرح سؤال تاني وواحد يقول مثلا طيب ما هو شغل المنتجات مش كتير? اه. طيب لو مش كتير مال كل المنتجات المتبوعة دي مين عملها? وكل يوم اصلا بيطل منتجات جديدة. السؤال يا جماعة. بنشوف على طول منتجات جديدة. اه انا كنت دايما نقول للشباب ما تبيعش الميا في حارة السقايين زي ما بقولوا. اه. يعني احنا ما نجيش على اه مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. اللي احنا اصلا مصممين فيها. اه. اصلا ونيجي نبيع شغلنا لمصممين زينا. اه. طب ده كارسة. ده خطأ بيقع في ناس كتير فعلا. ما اكيد مش هيجي لك عملها. طب ليه? روح بره بقى على المواقع التانية. فريلانسر اه. اتخش على خمسات على كزا. واطلع بره. مواقع التانية. وكمان انت محتاج تروح لاصحاب الاعمال مش محتاج تروح لمصممين زيك. يعني حتى انا دايما كنت اقول لي المصممين ايه? المعرض الاعمال اللي على بيهانس مش هو اللي هيجيب لك شغل. وكان الناس بتعترض على الموضوع ده. اه بيهانس هو معرض اعمال بيشوفه المصمم اللي زيك. بياخد تغذية بصرية منه. بيعرف انت مستواك وصل لحد فين. هو بيقدر يقيم شغلك. لكن العميل ما يهموش او معرض العمال بتاعك. العميل يهمه انت بازلت موجود قد ايه في التصميم وعملته ازاي? وتدي له نبزة عنه زي البرتفوليو مثلا. في البرتفوليو تقدر تعمل ده. تقدر تقول له تشرح له مثلا انت عملت ايه في التصميم فيعرف المجود اللي انت بازلته فيه. زايد ان انت معرض الاعمال او البيهانس. اللي مهتم بيه اكتر هو احنا المصممين. مجتمع المصممين هم المهتمين بالبيهانس. صح. لكن العميل اللي برا ده مش مهتم ان يشوف بهانس او يخش ياخد فكرة. هو ما يعرفش الموقع اصلا هو الفكرة كلها بيقول لك انت عارفه. حتى لو صادف ان هو عارف البيهانس. لما يتفي معك فعلا بيقول لك انا عاوز اشوف شغلك فانت بتقول له خد بهانس مسلا. ابسط حاجة انك تعرض على الشغل بطريقة كويسة يعني عشان رجل يشوف الشغل اللي انت عاوزه. بس. اه مسلا اه. لكن انت عاوز تسوق نفسك. ما تسوقش جوه الفيس. ولا تسوق في جوجل مصممين. حتى كمان يا محمد مع زرها طلعت كلامك موضوع الجروبات بتاع المصممين. انا زي ما انت قولت دلوقتي. انا لما ادخل على جروبات المصممين. تقريبا الكاميرا فصلت عندك. اه لو انا دخلت على جروبات المصممين اه انا بسوق برضو في حرط الساقين زي ما انت قولت. لكن انا محتاجة اخش على جروبات اصحاب الاعمال. جروبات اه البزنس. جروبات شركات. الجروبات دي اقدر اخش بقى للصفحات نفسها واعرض عليهم شغلي. بدل ما انا مسلا بقول للمصممين اللي زي ان انا عندي الصورة مقلوبة. ايوة. اعدلها. لا لسه مقلوبة. الصورة كده مقلوبة. عايزة اتعادل بس. اه انا اعدلها من جوه الناه. الكاميرا كانت تفصل. طيب احنا هنخلص يا شباب عشان لو حد حابب يسأل سؤال هنخلص النقطة ويسأل سريعا كده عن الريكاب كده نعمل ريكاب سريع كده. حبيبي يا محمود تسلم. اه فهنرجع نشرح بقى نقطة سريعة كده عن الموضوع الريكاب. وبعد كده نسأل نسمع اسئلتكم ان شاء الله. تمام كده زي الفل. خلاص اشتغل. طيب اه فاحنا كنا بنقول اه موضوع البيهانس او موضوع التسويق ان انت تسويق لنفسك انت مشوحتك تسويق لنفسك جوه اه جروبات المصممين. اه ممكن يجي لك منها شغل ممكن اه اجنسي مثلا او عميل او اي حد ممكن يشوف شغلك على الجروبات ديت ويعمل لك او كده. لكن في الاساس انت محتاج تروح لجروبات الاعمال. جروبات زي مسلا انا دايما بقول للناس اللي معايا اللي بتتضرب معايا اقول لهم ادخل على اه بزنس اه اكاديمي او اللي اسمها اكاديمي بتعمل بزنس. او الاعمال والرواد الاعمال وكده انت تقدر تخش عليها وتعرض بقى شغلك. ممكن تقول بقى ان انت ايه او تعرض مثلا عليهم ان انت ممكن تصمم اه مجانا او بتعمل تصميم مثلا فريل حد. اه لو حد عايز يعمل تصميم منتجات عايز يعمل تصميم منتج انا بصميم منتجات وتعرض شغلك. فانت بحتاج تروح للناس دي مش محتاج ان انت تعرض عندك على جروبات المصممين. دي جروبات اجتماعية خاصة بنا احنا مجتمع المصممين او الجروبات دي خاصة بنا احنا احنا نتعرف على بعض بنشوف شغل بعض بناخد تخزية بصرية وبناخد كده من بعض ممكن انا اتعلم حاجة محمد بيعملها فانا لما ادخل معها على الجروب مسلا مصممين فشفت وعارض حاجة معينة اقول له عملتها ازاي فايديني الفكرة لكن انا لو انا عايز اجيب شغل او اسوها لنفسي مش محتاج ان انا ادخل على الجروبات شوف انا 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 مثلا اه طول فترة اه شغل يعني اه حتى وانا بتعلم اه لو كان شغل تجاري يعني مثلا انا شغال في مكان وبتعلم وشغال شغل تجاري اه فكرة انك تيجي تعمل مسلا تخش جروب وتعمل لعميل اه مجاني خالص لا ليه بقى اول حاجة العميل بيستهي في المجال بتاعك. المجال بتاعك ده بيستهيفه. بقول لك ما هو بعمله مجاني. لا مش منتجات. انا كان كلامي ما كانش على منتجات. منتجات طبعا لا. اي او اي او اي او اي او اي مسلا او اي اه يعني اي مجال ليه بقى خد ولو جزء رمزي. يعني يعني اصدق ايه بابلاج دي خالص لا. قل له والله انا هعمل لك دسكونت. اه هو مسلا بمية انا مسلا عشان الوقت او الظروف في اليومين دولت او انا وقتي فاضل في قت راضية فانا عاز اعمل لك. يعني هاتها بشكل انك انت بتعمله جنيلة بالسعر ده. بس ده السعر الاساسي. ليه? لانك بعد كده هيعتقد العميل انه هو ده تمنك. اه. انت بتشتغل في مجال. لاحظ معايا كده في كل في كل في كل المبيعات اللي بتلاقي موجودة في المحلات والحاجات زي كده يقول لك ايه? خصم. هو مش عامل خصم. هو عاصل ببيع بمكسب المنتج. ازيل بن بكسب المنتج. بس حدط لك سعر كبير. ليه بقى? عشان بعد كده ما يرفع. يبا انت عندك اعتقد ان هو كان عامل خصم. ايه وصح. فانت انت اقول له كده. قل له يا جماعة انا بصمم الكارت بمية. لمدة تلات ايام خصم بستين جنيه. يبا دلوقتي هو عامل اعرف ان هو بمية اصلا. عشان لو راح للمسلم تاني وقال له بمية. يبا هو انت تاني مش عامل دسكاونت. لا انت اللي شغال بخصم النهاردة. فانا دلوقتي نفس النظام لما اروح اي سوبر ماركت واقول له والله ازاس العصير ديت. هو كان عامل لي بقول لي بستة بعد باربعة. لو روحت واحد تاني ولاقيتها بستة فاكيد تاني كان عامل دسكاونت. مو كاتب هي بستة بس باربعة. فانا افضل افضل وسيلة للتسويق ان انا اعمل خصم مش اعمل مجاني. اعمل خصم. اعمل خطرك انت بس انا ما عنديش مشكلة. وتبعطه عرض السائر بتاعك بالمبلغ الاساسي. مع خصم المبلغ اللي انت خصمته له. همان. ليه? عشان يترسخ في ذهنه. ان انت اصلا ده حقك. ده يمتك. صح. واللي انت عملت له كرم منك له. يعني. صح. كعميل يعني. حتة جدعانة منك تكتسب ولاء العميل لك بعد كده. صحيح. انه ممكن يجيب لك شغل بعد كده. وبتحصل كتير يعني. عميل لك. طب والله عشلت جدع معا كده وعملتني دسكونت. خلاص انا عندي واحدة هو اه 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 او في شغلة تانية اخدها. خطرك. لكن ما تقللش من نفسك وتقول له خلاص اخي مشيها المرادي او عاملها مثلا المرادي او حاجة زي كده. واحد تفكر على فكرة لو 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 دي الحال مثلا او او انت مضطر بالعكس حتى لو انت مضطر بتنزل. يعني انت لو مضطر النهاردة عشان تاخد مثلا عشرة جنيه او خمسطاشر جنيه او عشرين جنيه. فانت تجي تدور على شغل تاني وبعد كده. خلاص هتا اتلاحية ده قيمتك. دي قيمتك السوم. اه. يعني انت عشان تكسب بلط خسرت كل حاجة بعد كده. صح. دي مشكلة مشكلة كل الناس اللي شغالين دلوقتي. يقول لك انا عامل فري. انا بتمرن وعملكو فري. اه يعني معلش في الكلمة يعني ما نعمش هيجي لك اللي هو عاوز يعمل شغل بروفيشنال. اه. بس هو السومة التي اتخذتها خلاص يعني احنا ضربنا. خلاص السومة صحة التالي انا احبتنا خيس. وانتهى الموضوع. ايش ده اللي بيحصل? صح. ده اللي بيحصل. اي. طيب. يبقى من ضمن الحاجات بس قبل ما انسى موضوع الاخطاء برضو اللي بيع فيها المصممين. في في موضوع لما بيجي يعمل داي كت المنتج معين او آآ بيرسم التراسية مثلا بتاعه. لازم موضوع ان هو يعمل آآ هوامش يعمل الهوامش بتاعته حوالين الضيقات. شوف. ما يلزقش ابدا. الهوامش داخليا وخارجيا. يعني هو لازم يعمل. داخليا وخارجيا. بلد بلد خارجي. اه. هو لازم يعمل الهوامش الداخلية اصلا بين الا بين الا بين الاوجه بتاعت الضيقات بالنسبة تلاتة منلي من كل الاتجاهات. عشان في الافلة. كده. الكلام ما يجيش مع التانية. ما يجيش على بعض. ويكون مش شغال معاك. فده حاجات امان كده لازم تعملها. حتى على فكرة في الاخر بيديك شكل جمالي. التصميم انا معا مش ان انا احط الوان وحدات زي كده. لأ. ترتيب العناصر بطريقة مريحة للعين. هو ده الجمال. دايما كلنا بنروح للمنتجات الاجنبية ونقول لي اه التصميم فضيع وروعة. هو اصلا سمبل بسيط. بسيط صح. اصلا. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجة. التصميم كمبيعات. مش كشكل. انا عايزين احنا احنا كمصممين في المنتجات بالزيط عايزين نفوق من حاجة زي كده. انا مش بنعمل رسم جمالي. مش بنعمل لوحة جمالية. احنا بنعمل ديزاين يبيع. انا ببيع ياسري. انا ببيع. انا دلوقتي بعمل التصميم عشان ابيع. عشان يتحقق مبيعات وارباح للشركة بتاعتي. ما تجيش تقول لي التصميم ده سيء. لا. انا المبدأ عندي سابت. في التصميم ده بيجيب فلو. المنتج ده بالتصميم ده بيجيب فلوس ولا بيجيبش فلوس. صح. ليه بقى? لان انت بتخاطب مستهلك معين. وبتخاطب بيئة معينة. وبتخاطب افكار معينة. وبتخاطب مجتمع معين. وبتخاطب ثقافة معينة. فما تقول لك. اما انت ممكن تعبله باللي خيالك باللي هو تحفة. ما يدعش منه كيس واحد. صح. ليه? لان خليك كده تخيل تخيل احنا بنروح نجيب ازازة الخل. ازازة الخل كلنا متعودين. يا في بلاستيك. يا في ازاز. وعلى هستيكر خلو محتوطة عرف مرمية كده في زاوية كده بخمسة ستة جنيه ولا على حسب سعرها. وخلاص صح? صح? هخيل جيت تاني يوم الصبح. لقيت ازازة الخل محتوطة. في كارتونة ومعمول لها مات ومبوز وجولد ومية مية وقالك ده خل. وبنفس السعر. مش حاولك حاجة جميل ايه ديزاين جميل او. محدش هيقرب عليها. محدش هيقرب عليها صح. ليه? اول الحاجة هيقول ليه اهبل ده ولا كداب ولا عبيض. مسلا عنيش في الكلام يعني. وعمل لي. يبا هو حاطت فيها مسلا بيه. اه. واخد ثمن الخل في. نفسيا انت مش مصدق. ونفسيا مش قادت تشتريها. صح. عاوز نروح نفس الازازة اللي هي عنده في المطبخ كل يوم شايفها بالطريقة دي. صح. لانه هو مقتنع هو ده الخل. انا حافظت الازازة بهي ده الخل. لما بعت ابني واقول له هات يا ابن الخل من من المطبخ هو ده الخل اللي ابني عارفه. اما لو انا خدت الازازة بالتصميم الجديد بالكرتور الجديد وحطوته في المطبخ وقول له يا ابني هات الخل مش لقيه. هات الخل مش لقيه. الكلام الكلام هنا بس شايق جدا وموضوع النقطة دي شايقة جدا ومحتاجين نركز عليها اكتر. بس انا حابب اقول للناس اللي معنا لو حد عنده اي سؤال ممكن يسأل في التعليقات بحيث ان احنا ناخد الاسئلة بتاعتكم كده اتباعا اه بعد ما نخلص للمناقشة دي. لو حد عنده اي سؤال يكتبه في التعليق. كامل يا محمد. فبالتالي انا لازم اكون اكون دماغي شغالة. بسأل العميل يقول له انت عاوز منتجك ده بيستهدف سوء ايه? ناس اسواء شعبية? ناس هاي? طالعا انت تلاحظ ان الليب والمكسرات لما بيحف في طريق شعبي بحطها في ايه? في اكياس عادية. لو تروح لتاوي. كياس ورق. اه. بعد كده لما انا بدي بيحف هيبارات. ببيحة ازاي? نفس الكمية. هنا بخمسة. هنا بخمستاشر. مثلا. اه. مع انها نفس المنتج. نفس الكفاءة. نفس كل حاجة. لكن الباكيج يتغير عشان الفئة اتغيرت. اه. خدت بالك. وده من الحاجات اللي انا لازم تاخدها انت في التصميم بتاعك عشان تحقق مبيعات. اه. لازم تمشي على نفس المستوى بتاع المستهلك بتاعك. عشان ما تضرش بالمنتج. فهو يحس ان المنتج ده غالي مع انه مش غالي نفس السعر. لكن هو حسن وغالي مش مش ده مش ده طبع يا جماعة يعني 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 مش ده مش ده المنتج بتاعنا. عشان كده الناس اللي حاول التغير شايل عروسة. الناس اللي حاول التغير شايل عروسة ما ينفعش. هو حصل ولا بين وبين الناس ان ده العروسة. لو غيرتوا من اصف. انت تتكلم عن النقطة دي. جيب فالي نقطة مهمة جدا. مسلا الاكياس الشيبسي متعودين عليها في اكياس الالمونيا الفويل ديت الالمونيا. بالزبط. اه برينجلز مسلا عملها في العبوة العلمة. هو بقى قدر يقتحم السوق بالعبوة الجديدة دي. وهو قدر يحط نفسه في المكان ده. اقتحم السوق بالنسبة بالنسبة لفئة معينة. هو لما نزل المنتج ده من المنتج الاساسي بتاعه هو كان راح يخطف فئة معينة. صح خدت بالك? ما كانش بخطف الفئة العادية اللي هي بتاعه هو بقولك انا ما شلتش المنتج. عشان كده دايما بننصح اي عميل له منتج موجود في السوق. وبحقق نبيعات. هو عاوز يعمل ابديت ما تشيلوش. اهو عتشيلو. ينزل. اكا. وتنزل عرف في المنتج بتاعك الجديد. المعرش اللي يحصل. اه. معرش يا محمد. اه. تتعود على المنتج بتاعك. تبدل الثقافة. تمام. لانك لو سحبته مرة واحدة غلط. فهو دلوقتي يقول لك ايه? لما هو حط لك الايه لابداء لك يا جماعة انا عاوز استهدف الناس الهاي. ايه هما الهاي? انا دلوقتي لو ما اعمل الشيبسي. بفتح الشيبسي كده. واعد امسكه في الشغل واعمل كده. اه 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 استايل مش هو يعني. هو شايف كده. قالك فيه ناس ممكن ما تشتريش المنتج. عشان حركة زي كده. وفي الشغل ياكله وينزل على هدومه. وحاجات زي كده. حتى لو حطوا قدامه على الديسك ما ينفعش يحط كيس الشيبسي على الديسك. اللي هو شغل في الشركة شكلها بيئة شوية. فهو لك ايه? لا انا اجيب له حاجة زي كده فانا خدت طبقة معينة شغلها في مكان معين. بس فيه ناس لو مش ضربت الكيس الهواء اللي فيه ما تكونش شيبسي. ده اغلبية الناس. ايوة صح. والفق دي كتير. هو ما يقدرش يسحبه. يعني ما يقدرش يغير. لو غير لو حط بس اللي هو. فيه ناس معرفش فيه حد زي ولا لا. فيه ناس كمان بيحب بعد ما يخلص الشيبسي فرقه على الكيس. لا ويجيب اخر حاجة جوه. اه ويجيب اخر حاجة جوه وكمان بعد ما يخلص يفرقه. الحركة الحركتين اللي انت بتعملهم دولة انت بتشتري كيس الشيبسي مخصوص عشانهم. عشانهم صح. اه. اما انت بتشتيش طعمه حلو ومش حلو ومش فرق معك. انت جايبه عشان عندك راحة نفسية وانت بتعمل الكيس وانت بتاكل الى شوية الاخيرة. صح. فدي جزء حتى في الاعلان ده الجزء بالي ان يعتمد عليه. يعني هو بيعمل الاعلان تعتمد على الحاجات اللي انت اكتشفتها في الناس ان هي سببت الولاء. اه. فده مهم جدا في تسويق المنتجات. طبعا في واحد يقولك يا عمي وانا عرف ده كله. يعني ايه اللي حاجات دي كلها وتفاصيل وحاجات زي كده. الحاجات دي ما بتجيش من يوم وليل يا جماعة. الحاجات دي لما انت بتبدأ تحب المجال اللي انت شغال فيه. تبدأ تكتشف وتبدأ تخش سوبر ماركت زي ما انت ماشي كده. تبدأ تبص على كل الحاجات اللي بتهمك في المجال. فاكيد لما تخش اي سوبر ماركت اينيك مش هتوبع عن المنتجات واسعارها. لا. هتقول لها التصميم ده تعمل ازاي? اه. ده هو حطت هنا بيانات. ده مسلا شكله كذا. ده عامل كذا. حيات ده يبدأ اينيك. تبص على الاشكال التصميم الموجودة في المنتجات بشكل مختلف. فيحصل عندك ايه? دايما دايما انا ياخد الاولاد مسلا بنتسوق في مكان او كده. هم بيشتروا بيتفرجوا على الحاجات عشان يشتروها وانا بتفرج علشان اخد التصميم بس. واقعد اصور بقى لو فيه منتج عجبني. ايوا. بتاعه عجبني اصوره. تغزية بصرية. ودايما بتلاقي تصمات مختلفة باستمرار وبتلاقي منتجات مختلفة باستمرار. تغزية تغزية بصرية وبتشوف اه هو عمل المنتج ده ليه? طب كلفه ليه? طب مسلا اه كذا ليه? يعني انت تبتكر الابتكار حلو. لكن لازم قدام الابتكار تشوف هل الابتكار ده? هيفيد ولا هيضر? هيحقق المقصود منه في التخزين. يعني انا مثلا ممكن اعمل منتج جميل. بس في التخزين اخسر ربعه في التخزين. طب دي كارسة. يعني انا ممكن اعمل منتج ازاس. لمادة مثلا سيلة. مهما زي ما تكون يعني. اه. لكن في التخزين يحصل مشكلة. اه. يتكسر اخسر. اه. وده بيحصل عندنا في منتجات كتير. صح صح. يبقى يخسر العميل صح. صح? بلاش? عرف. احيانا في منتج منتج دايما لازم يتمسك. فممكن ممكن يفلت منتج العميل هو ماسكو. فهيقع يتكسر. اه. اه. خدت بالك. طبع. فحاجات دي الحاجات دي كلها لازم انا اكون واخد في الاعتبار. واخد ان يكون يعني ليه فكرة بعيدة. عشان كده لما بتخش المنتجات تشوف المنتج ده فيه عيب. المنتج ده مش فيه عيب. طيب انا بس اوضح للناس اللي بتسأل على لايف هيكون محفوظ ولا لا? هيتحفظ ولا لا? اه هيتحفظ. هيبقى موجود على الفيس عندي وموجود على محمد صفحة محمد استوديو وموجود على قناة اليوتيوب. سواء برضو عندي او عندي محمد. تمام. كمل يا محمد. فده كله لازم نحطه في الاعتبار. طبعا انت العميل ارجع تاني واقول دايما خليك عند رأي العميل. يعني ما تعملش ناصح وتيجي العميل بتاعك يقول لك مثلا انا عاوز كده وانت تقول لك انا مش عاوز كده. لأ مش شغلك. لانك انت معلش انت مش مبيعات. ولا انت انت مصمم. معلش خلينا واضحين مع بعض. لان انت دلوقتي اه ليك نظرة. وكل عادة. بس مش انت اللي هتحصل واللات اللي هتوزع. فيه ابعاد تانية. اه فيه ابعاد تانية للتصميم. ليش مجرد تصميم بس يعني فيه حاجات تانية اعتبارات تانية هو صاحب المنتج بيبقى عارفها. في المبيعات بقى في التسويق. ايوة هو عارف الفئة المستهدفة. هو عارف مين منافسينه. وعارف الحاجات دي كلها. هو له نظرة معينة. يعني انا قلت قبل كده لو هو عاوز يحطي لك اه راس قطة. حط له راس قطة. هو عارف ان راس قطة دي هتحصل عنده مبيعات معينة في حتة معينة. مثلا. حطها له. ما تقولش بقى لا ازاي وانا ما بعملش شغل كده وانا مثلا كزا. لأ. في حاجات انت مفتقدها. انا مثلا في الشغل عندي في حاجات مش بكون مقتنقة فيها. بس السوق بتاعها كده. وعلى كده بتحقق مبعات. بس في حاجات يا محمد يعني بالمناسبة برضو يعني. مثلا من ضمن الحاجات اللي بيبقى العميل عايز صورة بنت. آآ بشعرها. هو منتج اصلا للبنات والمنتج ده مثلا كريم شعر او حاجة زي كده او مثلا كريم آآ للوجهة او اي حاجة اي حاجة للبنات يعني. فببقى سعياتها مثلا انا انا بحبش حط صور بنات نهائي في التصمات بتاعتي. فبقى بقترح عليه بقى موضوع ان انا مثلا اعمل له الصورة فيكتور. هو بيبقى زي ما انت بتقول كده بالضبط. هو شايف ان المنتج مش هيبيع بصورة فيكتور. هو شايف ان لازم يكون صورة حقيقية. طبيعي ما هو ما هو الفئة اللي هيستهدفها عاوزين نشوفه بنت حلوة جميلة عشان ياخد الكريم. آآ يعني مسلا هو دل وقت لما هم بيجيبونا الكريم اللي هو اللي بيشيل السمار في التلفزيون والدعاية والاعلان اللي موجود ده كله ويجي بينا واحدة مسلا وشهاها اسمر شوية وحطت الكريم بقى البيضة. مسلا يعني. هو ده هي. لا طبعا. لا. بس هو اجاب لك التأثير. طب احنا لو جبناها على فيكتور مش حادش مش حاد هيعمل. لكن في ناس بتحط تعوز فيكتور. آآ في ناس بتقول لك مش عاوز زي صورة بنت. انا عوز زي احوز صورة بنت يعني او فيكتور. لكن على حسب على حسب الفئة يعني فيه مجتمعات آآ مثلا ممنوع فيها نحط صور بنت خريعة. يعني او او صور بنت صدرها ظاهر او كده. زي هنا مثلا. آآ قد يقول الموضوع بدأ يعني هي. سنة. لكن لحد دلوقتي ممنوع. يعني احيانا انا وانا بصمم وانا بصمم اي منتج لازم تخش وشوف الثقافة بتاعت البلد. يعني احيانا عندنا بسا برضو من ضمن الحاجات على الزائد. يعني المنتجات اللي هي الزائد او فيها الصليب ديت ممنوعة. ام. مش ممنوعة من الدولة. لأ. ممنوعة من الثقافة. ثقافة المجتمع. اقول لك لا 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 لا. تحط ليش حاجة زي كده لأ. دي ممكن تضر بمنتجي. تخيل معينا عندنا في مصر عادي. ام. ما بنستخدمها. على حسب المجتمع بقى. علامة الصليب. يعني علامة الاسحافات الاولية. علامة اي حاجة. تخيل ان شنطة الاسحافات الاولية انا بشيلي الزائد من عليها. واسيب هلال. ام. ثقافة. ايوة. انا دلوقتي بروح لمكان تاني او بصمم لاي عميل تاني في اي مكان. فانا بقول له بشوف اه ده مثلا عميل ايطالي عميل فرنساوي عميل امريكي عميل كزا. تمام. انا خش على النت واكتب المنتج بتاعه واشوف منافسينه اللي موجودين في بلده ايه. اشوف ايه ايه الثقافة بتاعتهم. ايه الرؤية بتاعت منتجاتهم. متشابهين في ايه. ايه يعني ايه الروح بتاعت المنتجات بتاعتهم عشان شغل ما يترفضش. ليه? طح دي مهمة جدا. وهو فجال تاني. لا. لو بصمم مسلا منتج العميل في السعودية ابقى عارف برضو هناك الاعتبارات بتاعتهم او المعايير بتاعتهم. معايير المجتمع نفسها اللي لازم التصميم ده يناسب المجتمع اه في البداية. زي ما انت قلت برضو في اوروبا او في امريكا او في اي دولة تانية ممكن اعتبارات تانية او معايير تانية خالص. بالزبط. بالزبط. فانا ممكن اعمل تصميم يناسب اه معاييري انا في المجتمع بتاعي في بلدي لكن ما يناسبش برا. فالتصميم ترفض. يبقى ارجع انا اقول لا ده انا عملت تصميم كويس بس التصميم ترفض. صحيح. دايما منشوف فقا صياحي المصممين في فكرة انا عملت تصميم. شايفين يا جماعة التصميم ده ترفض من العميل. عملت له اكتر من تصميم. طب ما انت منش عارف فقا. هو هنا المشكلة زي ما انت بتقول هو ببص على ان انا عامله كويس. الفكرة كلها قلنا مش فكرة انك شاطر ولا مش شاطر. الفكرة كلها انت قدرت تبيع خدمتك ولا ما قدرتش تبيع خدمتك. هي ده بالزبط. هي الفكرة كلها زي الدكتور. في دكتور شاطر بس الناس ما مترتاحش فيه. صح? في دكتور متوسط بس الواحد يخش عنده يطيب. هو مرتاح فيه. هي الفكرة كده. هو ده قدر يسوق نفسه. التاني مش قدر يسوق نفسه. فهي الفكرة كده. انا دلوقتي وحاجة مهمة كمان. يعني الكلام وانت بتكتب بالعربي. في مصطلحات باللغة العربية صحيحة لكن باللغة العامية كارثة. يعني كارثة بمعنى الكلمة. مم. لازم تاخد بالك منها. لازم تعيسي غطها. ايوة صح. كذلك. انت تقولها لا هي لغة عربية فصحة. ماشي يا عامي لغة عربية فصحة لكن في مجتمع ممكن تتاخد تريند تريئة. مم. ممكن بقى التريند بقى يا ام يضر منتجك يا ام يعليه انت وحظك. لكن لازم احافظ على المصطلحات الكلام وانا بكتب بطريقة معينة بطريقة لطيفة عشان آآ تناسب المجتمع اللي انا اشغال عليه. دي كلها حاجات انا باخدها في 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 الشغل بتاعي. في التصميم بتاعي. ولازم تبقى انت عارف زي ما قلت لك. مش كل منتجات تعملها كانت اترفضت. او كانت وحشة. او مش كانت وحشة. تحطها لي على سوشال ميديا. او ترفعها على البروفيل بتاعك. لا. اه اه دي ازمة ومشكلة. اه انا مثلا احط على البروفيل بتاعي مجموعة مجموعة شغل. هل ده معنى زلك ان انا كل اللي طلعته. لا ده اللي انا راضي عنه. صح. يعني انا طلعته وراضي عنه. فيه اللي انا مش راضي عنه بس مش شغلي. خلاص ده مباعات. خلاص العميل عايزه كده اه. بيبقى عمدانا كثير في الدرجة وتصميمات كتير بس ما بطلعهاش. بالزبط. لكن لازم تكون انت متغير يعني مش يعني يعني دايما تحاول كده لو انت شغال في مكان دايما بيعمل. انت شاف التصميم انت بتعملها سوقية. وسيئة. تعال انت على جانب كده واختلح حدا مع نفسك. هم. وروح شوف عمر مميزين شوية. وعملوم الشغل. ممكن تعمل نفسه باقتراح تاني من عندك انت وتعرضه بقى. او هو يشتغل لناس لو لناس مختلفة او هو يدرب نفسه على حاجات احسن. هم. يعني يعني يا كده يا كده. هم. فاهمك اه. ده الشغل اللي يقدر يسوق لنفسه بي يعني. يعني لو انت مش مش راضي عن الشغل اللي انت عامل العميل. وعايز تعمل شغل تاني تعرضه بقى انت في عندك او اه تسوق نفسك بيه اه ممكن تعمل ديزاين تاني. بالزبط. انت تبدأ بقى تدور على الناس اللي هم يغزوا طاقتك انت روحية اللي جوة ديت. يعني تبدأ تشوف الشغل اللي انت عاوز تعمله. او انت تقعد مع نفسك كده وتخش على او الحاجات المواقع اللي هي فيها تغذية بصرية المنتجات. وتبدأ تقوي نفسك. بص يا ما انا عاوز اقول لكم على حاجة يعني الناس اللي بتشوفنا حاجة سبتة. ما فيهاش تغيير على مدار حياتي كلها. ام. يعني ما ما خابتش. اي برنامج هتتعلمه جديد بيدخل لك مصدر رزق جديد بتستخدمه ويكون سبب في انك تتنقل نقلة تانية. صدقني. السعي في اتجاه حاجة معينة. ما تقعدش وتعمل زي واحد. تقول مثلا. لسه هتعلم. هو انا اللي اتعلمتك انا حيبا فيه شغل. يا اخي اتعلم وهاتش شغل بقى وانت شغل هيجي لك. وانت اصلا عاوز شغل وانت لسه ما تعلمتش. صحيح. لا. خش الاول مفيش برنامج هتتعلمه. الا ما يجي لك شغل له. هيرفع وقتك بدل ما انت كنت بتستعبل في اليوم تصميمين مع تطور بتاعك هيوبا معك تلاتة. فبالتالي داخلك يزيد. تمام? هيبا عندك معلومات اكتر. فبالتالي هتقدر تعمل شغل مختلف. هتسهل على نفسك وتطلع انت جيه اعلى. بالزبط هتعرف تعمل شغل مختلف. اما انت هتفضل طول طب انا واحد هتعلم. طب وبعدين. طب انا يعني انا تعلمت مجال شغل. طب انا لو تعلمت هيجي شغل. يا جماعة طب هو المجال اه في عائد مادة كويس. يا راجل طب انت يعني طب انت عملت اللي عليك لما انت عاوز اللي على اللي ربنا ادهولك. يا ما عنتش بقى برضو يعني من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا في الوقت اللي احنا فيه يعني مسلا الناس اللي بتشتكي من الاوضاع والغلاء والكلام ده. اه اه في ناس كتير بدأت تتاجه انها تتعلم مجال الجرافيك كمجال جانبي. يعني مع حاجة تعملها جانب شغلها. وده كويس جدا. ما فيش مشكلة فيه. بس طبعا هو اساس اي حاجة مجال انت بتتعلمه او عايز تشتغل فيه. كل ما هتدي له وقتك كل ما هتقدر تاخد منه مقابل كويس. بالزبط. زي برضو نفس الوضع لو انت مصمم جرافيك وبتشتغل حاجات دي مثلا بتشتغل تصميمات مطبوعات او حاجات اه اه سوشيال ميديا او كده. وعايز تطور نفسك. او انت بتعمل تصميمات سوشيال ميديا بس انت عايز تتعلم مثلا سلي دي عشان تقدر تعمل او حاجات اه فيها عالية. اه تخدمك برضو في شغلك وتعلي من شغلك. فزي ما انت قلت برضو ان كل ما تتعلم مجال جديد او برنامج جديد هيفيدك في شغلك. الحاجة المهمة بقى اللي دايما بنصح بيها الشباب ان انت اه ما تفكرش ان انت يعني هتجيب شغل من المجال ده او لا. بالعكس انت انت فعلا زي ما انت قلت كده انا لما بتعلم حاجة جديدة الشغلة هيجيلي. يعني انا انا تعلمت مثلا تصميم حاجة معينة. تصميم المنتجات والعبوات ده. وعرفت برنامج زي اي سي سري دي وعرفت بلاجين زي اسكو. وبدأت ان انا اعمل شغلي بشكل احترافي وطلع منتجات وعبوات بشكل احترافي. هتلاقي الناس بتدور عليك وعايزة شغلك. صحيح. هتبقى انت مميز عن بقية المصممين اللي هما بيستخدموا الطريقة العادية بيجيبوا موكب جاهز ويحط عليه تصميم وخلاص. فانت هتخلي نفسك مميز في وسط الناس دي. حاجة المهمة بقى انت لو انت فعلا بتشتكم الاوضاع والوضع الصعب اللي حواليك. استغل الوقت ده في انك تتعلم. تتعلم مهارة جديدة وتعلم برنامج جديد او اداة جديدة او حاجة جديدة. شوف انا صح. انا صح يعني بدون مقاطعة كلامك برضو انا اسكو انا اشتغلت عليه وتعلمت عليه من قبل ما يكون اصلا موجود على الانترنت يعني 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 يعتبر انا اول واحد منزله عربي. يعني يمكن الشركة حتى مالوش شروحات انجليزي. انا انا يمكن لما عادت ادور على اسكو كنت انت من اول الناس اللي ظهرت لي في الكلام ده من اربع سنين او خمس سنين. تعرف انا اشغال عليه من سنتين قبل ما حطه على النت. يعني كان قبلها كمه انسنتين. اه وما كنت الشغال في مجال المطبعات المطبعات. اصل الى منتجات. اه. يعني انا كنت بتعلم عليه وبتعلم عليه وباعمل عليه وما كنتش باشتغل لعملة. يعني عميل واحد يعني قليل يعني. لكن في الاغلب. في الاغلب انا شغل العادي اللي هو سوشيل ميديا مش عارف ايه. الحلقات الي ايه العادية دي. تقول لها شوف الكلام ده ممكن تقريبا من 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 تمن سنين تقريبا. تماما. انا اقول لك انا بدأتasty يا الكلام ده لما بدأت أبحث عنه في الفين وطمئنةاش. تعمل ان الشغل اللي انا فيه دلوقتي شغل انا فيه ده اصلا الا شغل اصلا مش منتجات. دلوقتي كمان. لأ يعني انا دلوقتي شغل منتجات بس اول ما اشتغلت في شغلي لانا ما شغل في ده انا مش شغل منتجات شغل سوش الميديا. ايوه ايوه فهمت. مم. ولكن انا كان عندي خلفية في المنتجات. فلما قالوا يا جماعة اه تعرف تعمل ده. قلت عارف. مم. طيب اه اه ورينا فانا عملت لهم الشغل. سري دي بقى وتعفيل. طبعا اغلب الشغل كان بيجي في الصين وفي اخطاء راهيبة. في برقودات ونقعد نطبع. طبعا ما هي دي المشكلة اه اه. اه. فالناس بست على قالت اه شافت الكارتون متأفل طبعا مش عمرهم شافهم متأفل. تمام 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 شهر اتنين تلاتة اوب خدت كل الشغل. قلت بس تلاحظ يا جماعة بعد ازنكم. لا الوضع يختلف. انا مش سوش الميديا دلوقتي انا انا رجل باشتغل منتجات. طيب ايه طلباتك? لا طلباتي حاجات كتير. التعديلك بقى عديلي بقى في السلاري عديلي مش عارف في ايه. زبطني. خلاص انا كده. ليه? ما فيش. خدت لك. دايما. شايلاؤه كمان حد زيك انا. اه ما هو ما هو انتجات روحات عملنا موابلات. ممكن انا قلت لك قبل كده. روحنا عملنا موابلات. تعالوا يا جماعة. اكتر من اتنين وعشرين مصمم بجنسيات مختلفة. مش هقول لك جنسية معينة. لا جنسات مختلفة. تمام? قال لك لا على الدي بوكس واحد. اه صمم. اما تقول لي منتجات مختلفة المعاسات مختلفة الاشكال. لا. انا مش هيشين مسؤولية حاجة زي كده. تمام? انا الحمد لله وربنا الحمد يعني بقى لي خمس سنين هو تشغل في الشركة. ما فيش اخطاء كارثية حصلت. نهائي. الا يعني مثلا نقطة على على مكان العين غين. حاجات يعني ايه? لا تذكر. حيات بسيطة لا. وليست يعني هي جوهر التصميم. جوهر المنتج يعني. ليه? صحيح. ان المنتجات بتخلص بنعدلها في الابضيت الجديد. يعني مش مش كارثية يعني. صح. تمام? لكن كل الحاجات اللي كلها مع 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 السيستم انا حطه كمراجع وككله. الحمد لله ما فيش اخطاء كارثية نهائي. حصلت. خلاص. انا كل حاجة حتطي لها سيستم معين باشتعل عليها بي. وكل النتيجة اللي في الاخر بتطلع علي بتصميم الممتاز اللي انا عامله. فانا كده متطم من مية في المية. فانا اصدي انا فتحت لي باب. انا من الاول خلاص كنت بادئ فيه. اه. كنت فيه. ده لانا اصدي. وما كنتش حاطت في دماغ ان انا اشتغله. صح. هو ده دايما بقى اللي بنقول. هنا بقى ربنا جهزك. بقول لك ليس على الانسان اللي ما سعى. انت ساعت واستهلكت وقت. في حاجة معينة. فربنا يقول لك ايه? خلاص تعالى. هدخلك شغل لي. وانا سعيه سوف يرى. يعني السعي اللي انت مشيده ده ما تتخيلش ان انت تعبته وعملته مجهود وهيروح الارض. لا. ده سعيك ده هيتشاف. صحيح. مفيش بني ادم بيشتغل على نفسه وبيدرس حاجة ويتعب ويسهر ويعمل الى واقسم بالله. لان انا بحلف ما بحلفش كذب. اني ربنا في الاخر بيديله المجهود اللي عمله رزق. صحيح. لكن ان انا مسلا قعد واقول اه ده ده المجال ده كويس ما راح اخبط فيه شوية اجيب فلوس. الرزق مش كده. مش كده صحيح. الرزق مش كده. احسن رزقك ده موجود موجود. تتقفف معلش في الكلمة يعني تتخبط تترزع تعمل اللي انت عايز تعمله. هو موجود موجود. هو بالقدر اللي موجود بالقدر اللي موجود. عشان تبقى انت عارف. انت بقى هيزيد مش هيزيد وانت ياعد. صح. بتشتغل. ومش هيزيد. هو موجود بالزيادة برضو. بس اللي انت هتعمل عليك بقى. يعني انت هتسعى عشان تخبر. كان 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 الشيخ الشعراء والله يرحمه كان بقول حاجة. كل ما امكانياتك تزيد او مسؤولاتك تزيد ربنا يزود لك الدخل. صح. فانت الوقت تقول فلان بياخد عشر تلاف. وفلان بياخد الفين. طب ده متجوز عند اربع ولاات. طب انت شاب. فانت تقول لي ما انا عاوز اتجوز. ما هو انت اسعى لخطوة الجواز يقوم ربنا يرزقك لخطوة الجواز. اما انت مش عاوز خطوة الجواز. فانت هتفضل تاخد الالفين. صح. نفس الفكرة في الشغل. انت بتقول انا احرق اعصابي واسهر واتعب عيني عشان اتعلم حالة جديدة. فربنا يقول لك وادي الدخل الجديد. وربنا يقول لك وادي الدخل الجديد. صحيح. تمام? اما انت تقول لا. لا. ما خلاص. مش محتاج حاجة زي كده. فكرتني برضو بحاجة مهمة جدا. مع زرها طلعت كلامك. يعني المصممين اللي دايما يعني يتضيقوا يقول لك ايه. انا مش عارف ااخد سعر كويس في التصميمات بتاعتي. الرواتب ضعيفة جدا. اه كل ما اقدم على الشركة يقولوني مثلا محتاجين مصمم هياخد الفين ولا تلاتة. اه مش عارف ايه. طي ما انت دلوقتي حطيت نفسك في حتة وانت مستويةك في حتة معينة. انت ما طورتش من مستويةك. هو ده اللي كنا نتكلم فيه بقى. ما طورتش من مستويةك. ما اتعلمتش مهارة جديدة. ما حسنتش من شغلك. عشان انت بعد كده تدور على على تصميمة. يعني كان فيه حد من الناس اللي كانت معي بتتضرب. اه بيقول لي انه بقى له فترة كبيرة وكل ما بيقدم على شغلي بيترفض. وكل ما بيعرض شغله اه ما بيقتنعوش بشغله او ما بيصدقوش ان ده شغله او. اه وطفر بقى ايه ان كانت الاسباب بس ايه. دايما. لا هو ما حطش نفسه او ما ساعاش. بحيس ان هو خلاص يحترف المجال بشكل كويس. يعني يعني ده على مر اه تاريخنا في المجال اه ويمكن انت اتوافقني في الموضوع ده. ممكن انت اشتغلت كتير 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 جدا لعملة باسعار زهيدة مثلا او با بمبلغ انت بكتش راضي عنه. وجالك في وقت معين عميل عوضك عن كل ده. جالك عميل قدرك. ليه? لان انت كل ده كنت فعلا بتتجهز للوقت ده. اه انت كنت بتبزل مجهود وبتسعى وبتتدرب وبتتعلم حتى في الناس اللي كنت بتاخد منهم من رواتب ايه لا او مبالغ ايه لا نظر التصميم بتاعتك. لكن انت كنت بتتجهز وبتتعلم وبتطور من مهاراتك. عشان يجي لك في وقت لا مصمم يطلب منك مبلغ كويس. شركة تيجي تطلب منك شغل بمبلغ كويس. او تتوظف في مكان تتعين في مكان كمصمم براتب كويس. فكل ده انت ما تيقاسش وما تزعلش وما تقولش لأ طب انا هعمل تصميم رخيص طب انا هعمل تصميم. انت زي ما انت قلت ما تحطش نفسك في ان انت تبقى سعرك رخيص. بس في نفس الوقت يعرف ان انت لازم تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتخلي وتبقى كرياتك وتعمل تصميمات ترافية. بعد كده هيجي لك الرسل. جنان على كلامك اللي انت بتقوله ده مسلا انا مسلا رجل شغال في الشركة اللي انا فيها مسلا وهي مقدراني يعني مقدرة امتي في شغلهم. انا ممكن لو انا لو انا سبتهم وانزلت مصر من الصبح او رحت اي مكان تاني محدش يقدر امتي الشغل بتاعي يقول لي مسلا لا احنا عاوزين مصمم مثلا بالفين ولا حاجة. اه. او انزل مصري يقول لي والله احنا امكانياتنا كده. بص انت قيمتك قيمتك هتلاقيها فعليا هي مش تقليل في قيمتك يعني لما بتروح مكان ويقولك انت لا احنا مرتبنا الفين ثلاثة هو مش تقليل في قيمتك انت روحت للمكان اللي غلط. صح. مش مكان قيمتك انت. خدتلك فانا فانا ده رزق برضو ان ربنا جاب الشوالة تعلمتهم وقال لي تعالى في مكان هيقدر اللي انت تعلمته فربنا رضاني. بس انا ممكن لو انا ربنا مثلا طبعا كله طبعا كله خير. انا بقولك لو انا سبت الشغل انا روحت وروحت مكان تاني انا ممكن ما اشتغلش لا بالراتب ولا بالتقدير اللي موجود حاليا. واضطر راح اشتغل سوشال ميديا. عاوز اكل ايش. فانا بقولك انت تقديرك او او توفيعك من عند ربنا وبعدين وبعدين يعني اه تسويق يا جماعة يعني انا اسوق نفسي ازاي. معلش في الكلمة انت وانت بروفيشنال ومحدش عارفك انت مين. صح. دايما دايما انا حاول يعني جملة امكين يعني 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 عشان اوضح اكتر يعني اه بتحصل ممثل ممثلة لاعب كورة غيره انتهى من على الساحة بيرجع به بفضيحة. بس مش بقولك بيرجع بفضيحة. بس انا بقولك ايه. الترين. انا بقولك دايما لازم تبقى معروف ازاي تحط شغلك تشارك في في ندوات. اه مثلا زي ما هم نعمل كده. اه بروتقصت بنا وبين بعض. تظهر تظهر على الساحة. ليه? اول حاجة هيديك ان الناس هتوب انت في زيناء على طول. تاني حاجة بيدي لشغلك مصداقية حتى لو وحش. صح. عارف عربية ولا كيه? اه فلن فلن ده هو اللي مصممها. خلاص بقى اسكت. هتكلمش. ليه بقى? واخد قاعدة شعبية حتى لو عدت لو شغل وحش. واخد قاعدة شعبية. فانت. يا ما ناس كتير بتلاقيهم محترفين. بس هما مش موجودين على الساحة. بالزبط. مش 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 معرفين. مختفي. لكن ناس كتير زهرة. وممكن تصميمهم بسيط. يعني ضعيف. لكن بتلاقي هو خلاص هو ظهر على الساحة. فتلاقي فيه ناس عندها آآ يعني هما جيش دفاع عنه كده. يعني بتلاقي ايه لو حد مثلا عبد. في تصميمه. لا يقول لك. ازاي عم انت هتتكلم عن فلان وانت تيجي ايه جنبك. شوفت بقى. دي الهالة بقى. انا بسميها الهالة. يعني خطي لك. هي انت استغلها بقى صح. يعني انت تعملها انت محترف. الهالة بقى تتكون انك بتعملك بتكون بتكون موجود. ظاهر. فحد يقول لك. اه ده فلان فلاني. انت مثلا كزا. اما انت مثلا تبقى كويس ومختفي في القوقعة بتاعتك. وتيجي تقول لنا مش تلاقي شغل. ما انت مش هتلاقي شغل عشان. عشان الناس اللي هي يعني يعني مثلا العاملة تسويلا نفسها ظاهرة. فالشغل بيجي لها. مم. فهو هيعرف شغل. هيعرفك منين. ما هو مش عليه زنب العميل. انت اللي زنب. هو مصمم الجرافيك. مصمم الجرافيك. للاسف. للاسف مفكر ان هو بيه. المهم ان هو يكون بيعرف يستخدم ادوات كويس. وبيعرف يطلع شغل كويس. تسويق. متخيل ان هو محتاج كمان يعرف يعرف يقرد كويس. ومية مية. طب ما انا اقول لك ليه ما انا روح انام. وخلاص انا ليه اعمل تيتوريال ولا ليه اعمل مسلا دورات ولا ليه اعمل كزا. ليه? هنا عنصر التسويق. ليه? لان اصلا اللي انا اللي انا فيه دلوقتي من شغل ولا هي حاجة مش دايم. هو بعد ما يتقطع. انا اصلا مبهم. انا مش موجود. صح. انا دلوقتي انا عاوز اكون موجود. صح. فالشغل ده اتقطع ما تقطعش انا موجود. مش هبدأ بقى منقوله جديد لما ينطع. هبدأ بقى منقوله جديد لا. بالزبط. بالزبط. فعشان كده دايما نسوق. سوق مثلا اه افتح صفحة. حط عليها تصميم. اطلع اعمل فيديو مصغر من غير صوت مش مشكلة. اه انشر مثلا في مواقع. شارك في في تعليقات. بس ما تشاركش في الحاجات السلبية. يعني ما تجيش على بسط متحفل عليه وتخش. لأ. مشكلة جديدة. اه شارك في حاجات خيمة. ليه? عشان الناس تعرف انك انت مستوى في الحاجات القيمة. مش في الحاجات اللي هي تعبانة تخش من ضمن اللي داخل. لأ. وزي ما بيلك ايه? الكلام ما قل ودل يعني. يعني. خليك لا كده ولا كده. دي يعني تعتبر نصايح من النصايح اصلا المفروض الناس اللي هي بدأ تاخدها اصلا ان هي مهمة جدا. الاهتمام بالا. وبعدين وبعدين في حاجة كمان ممكن ازودها. دايما نروح للمنصات اللي شغلك يكون عليها اكتر. يعني ما تروحش للمنصات اللي هي اللي هي مثلا تقولك ايه? انا اروح اعمل الانستجرام. انا اروح مثلا اعمل تيك توك. انا اروح مثلا هنا كذا كذا كذا. الحاجات دي يعني. خليك كل منصة لها لها الشكل بتاعها. لما انت توقف في الاول ما شتتش نفسك على كل المنصات. ام. ابني ابني قعدة وبعد كده توسع. طيب. اه في في بالمناسبة بقى في النقطة ديت كان في حد بيسأل ان انا ممكن اه التصميق القناة اللي اسوق عليها. لينك دي اين ولا فيسبوك? يعني ده سؤال من ضمن الاسئلة اللي جيت. شوف لينك دي لو انت عسوق عليها لينك دي انا خشيت علي لينك دي اين على فكرة الناس اللي بتقول لك. بص اجلو لك لو ما عالينك دي ايه ده عبارة عن ايه? عبارة عن مجتمع وظيفي شركات خاصة او حكومة. اكتبها لكم. وايه? وحطين نفسهم طبقات القوم. اجبها لكم الاخر. تمام? بمعنى يقعد يقول لك ايه? اه الاتشار اه لو حد جيه انتو ايريكو في الموضوع ده. تعالوا نعمل مثلا اه استفتاء على المدير بتاعك يعمل الموظف ازاي? مجتمع وظيفي. الناس اللي هتيجي تقول لك لا ده بيجي بيجي شغل واحد في المية اتنين في المية. انا انا عليه من زمان على فكرة. اصلا. اه بيجي يقول لك مسلا عايزة شغلة وظيفة او حاجة زي كده. هو مجتمع تعريفي بالشركات. عشان تبقوا ان تاخدوا. الشغل بيجي من العلاقات. والعلاقات بتيجي انك تمسك في اول عميل. ما انت ممكن تستغلي لينك ده انك علاقات بقى. اه. لكن انك تحط الشغل. لا ما بتحط الشغل بصده كله على فكرة ولا حد بتوظف عليه ولا حاجة. ايه الفكرة كلها تسويقي لك انت. ايوه. انت محتاج بقى كل المنصات. اه يعني اللي كنت بقى انا هنا موجود. ايوه عشان كده انا بقول لك تسوي لنفسك على كل المنصات. اه هو سوي على كل منصات بس انا اصدي ابدأ باللي انت فهمه صح يعني انا اشاطر في الفيس بوك. مثلا يعني. عالي يوميا. مثلا. خلاص بعمل صفحة وابدأ امارس الشغل بتاعي فيه. بحد ما ابني قاعدة فيه كويسة. بدل معامل ايه? بعد كده انتجر لبقية المنصات. بعد كده اه قاعدة الفيس بوك عندي كويس. طيب. ابدأ بقى اخش على اقرب له في مجتمعنا التيك توك. الاستجرام. لا الاستجرام مش في مجتمعنا مشهور زي الشغل. الايه الايه اللي انت قلت الايه? التيك توك. تيك توك اه ماشي. لان الاستجرام في السعودية مشهور اكتر من البرامج التانية. فانا اخش على التيك توك مثلا. تويتر مش مشهور عندنا. في مصر. اه لا. معنا بقولك بس في السعودية تويتر مشهور. اكتر من فيسبوك. صح. انستجرام اكتر من تيك توك. صح. خطي بقى لك. فانا بقى بنشهور نفسي في المكان اللي انا فيه. على حسب المجتمع اللي انا رايح له. صحيح. خطي بقى لك. فامسك حاكتين اتنين بالذات. فده بالنسبة لك يكون كويس. فعشان كده لازم تبدأ يعني من من قاعدة معينة ومن قاعدة معينة دي تنطلق. لا مش هضربه. كيف البيوت تعالي. دي واحد. تفضل. يا حد دخل علينا اللايف. لا مش حد ده. ده صاحب البيت. دخل مسح اليوتيوب من على التابلت. فداخل خايب. بيقول لي انا مسحت اليوتيوب من على التابلت. فداك يا مازم ولا يهم. فلنزله من جديد. ما يهم معينة. فده التسويق هو الاساس يا جماعة. لازم لازم الناس تظهر نفسها في الشغل بتاعها. حتى لو فيديوهات مصغرة. اه مش لازم تعليمية. صحيح. انا معلش في الكلمة يعني. مثلا. يا اخي اخي نخش على لو احنا نخش على تيك توك ولا حاجة زي كده نلاقي كل واحد نفس الفيديو بنفس الطريقة اللي معمولة. وعامل. انا عزيز حام حاجة بس انت بتدور على لايقات. ولا بتدور على كومنت. ولا انت بتنسى بتقيس نجاحك ان البوست بتاعك جاب الف لايق. نجاحك. لا انا عايز نتائج عايز اه نتيجة. ما انا باتكلم في كده. ليه انا عايز افهم ليه الشعور انك تكون مبسوط ان البوست بتاعك جاب مسلا الف لايق وخمسين ولا مية خمسمية كومنت ولا الف كومنت. ده مش نجاح. استفاد بيهم ايه صح? ده مش نجاح. النجاح بتاعك انك توصل للعميل. تشتغل للعميل. فانت لما العميل بيعمل سيرش. او او ممكن انت مسلا بتكون موجودة على التواصل هنا ولا التواصل هنا. عاوز تجيب عملة وتشتغل مع عملة تخش على المواقع اللي هي فريلانسر والمواقع زي دي. مهمة جدا. انك تظهر بوشك. لازم تظهر بوشك. وتتكلم في اي حاجة في المجال. تمام. اه تقول مسلا ده شعار انا عملتوا للشركة الفلانية يا جماعة ومش عارف كزا. تتكلم. اه. عشان يحصل التواصل يحصل الفة بينك وبين العملاء. ده مهم. عشان تقدر تجيب شغل. اما لان تفضل مع نفسك كده للأسف. حتى لو انت محترف. مش هتظهر. يعني مش برضو الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تجيب شغل ان انت تبقى عارف اكتر من برنامج واكتر من اداة وبتعرف تشتغل على اكتر من. بالزبط. لازم تطور نفسك. لازم برضو تسوق لنفسك كويس. وثقافة انك انا محترف في جزء معين ثقافة غلط. حتى لو حدا هتعرض معي. اه لا صح. انا متطفق معاك. انت مش لازم تبقى محترف في حاجة واحدة. لما بطر بروح للأفتر افكت. بالزبط. خلاص انا معلش يعني في الكلمة انا ممكن في حاجات معينة عاوز اجيبها اه او افكت معينة عاوز اجيبه بجيبه من الافتر افكت. اعرف كل اعرف حاجة عن كل حاجة وما تعرفش حاجة يعني كل حاجة عن حاجة واحدة. مثلا عما يجي واحد اقول لك انا متخصص شعارات فقط. ايوة يعني ايه? لا لو انت مصمم فعلا وبتقول عن نفسك مصمم لازم يكون عندك فكرة عن كل المجالات. عن كل المجال. ايوة. مش انت بس بتعرف تعمل شعارات بس. يعني لو انت بتاعة تعمل شعار بس. طب انت ازاي تبقى متخيل الشعار ده لما هيتنفذ مثلا على السوشيال ميديا. او لما يكون هيتنفذ على المطبوعات او هيتنفذ في موشن جرافيك او في حاجة. فانت لازم تبقى انت عارف كل ده. بالزبط انا عندي برضو ما ابدأ بقوله كل حاجة اتوجدت وبعد كده احنا عملناها علم. مش في حاجة كانت علم واحنا وجدناها. يعني بمعنى صح تصميم المنتجات ده كان موجود احنا بدأنا نعمله علم. يعني مفيش علم تصميم المنتجات. يعني العلم كان موجود واحنا اشتغلنا عليه. لا. احنا اللي بدأنا نعمله علم. بس احنا لحد دلوقتي ما وصلش ما وصلناش برضو ان احنا نخلي المجال علم. يعني مجال الجرافيك عموما في الوطن العربي ما وصلش المرحات. ما هو عشان ما ينفعش يكون علم يا سليل ان هو مختلف. لانا دلوقتي احنا احنا دلوقتي ثقافات مختلفة. فايه العلم? يعني مثلا ممكن ما تنفعش تيجي تقولي الاحمر ما يمشيش مع اللون كزا. مثلا يعني. لا ده اصلا مختلف. لانه مختلف ايه? لان في بلد تانية يمشي عادي. اولك الا حاجة. تعال مثال يعني. في مصر انت لو البست اه 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 ااميص مش هاجر في سنك ده. مسلا. اه. ايه اللي ايه اللي هيحصل? اصفر مش هاجر و مشيت في الشارع. ايه اللي هيحصل? عادي ولا اي حاجة. ليه الناس هتقول لك. لو انت مثلا في ارياف. نزلت في ارياف والبست جميص مشجر وبرمودة. اه الناس هتبص لك بصة مش تمام. الناس هتقول لك ايه الراجل اللي ايه ده. طب لو البستهم في شرم الشيخ. لا عادي. صح? طب ليه رفضت الناس الالوان ديت في المنطقة ديت ومش رفضتها في المنطقة دي. يبقى ما فيش علم الالوان. في ثقافة تقبل الالوان. خطف لك. في واحد بيحب الازرع. عاوز كل حاجة زرقة. في واحد بيرتح في الاسود. عاوز كل حاجة سودة. يعني يعني خطف لك. فاصلا علم الالوان او مثلا ان انت تقول لا اللون ده متناسق مع اللون ده. اه موجود في التصميم. لكن مش قواعد سبتة. وتحدى اي حد يقول قواعد سبتة لان كل الالوان بتختلف مع كل دولة والتانية. اه. واقول لك الحاجة افضع من كده. خش على كل المنتجات الاوروبية. اللي هي امريكا وبريطانيا وحاجات زي كده. هتلاقي تصميم المنتجات بتاعتهم سيء. سيء. عندك دول تانية منتجاتها فضيعة. ايطاليا. اسبانيا. منتجات الخرافة. في الشغل. طب. ما هي دي دول ودي دول. اه. الثقافة. اه. ثقافة الجمال في حد ذاته. يعني ثقافة الاشجار. اولا كالحاجة احنا احنا مصريين. هات واحد من النوبة او السوداء او اسوان. شوف شغله عامل ازاي. اه. احمر واخضر واصفر والدنيا كلها ايه شعبيات نيامية. اه. هات واحد من شارية دلتة. هات واحد من مثلا من بورسعيد. كلنا على حسب البيئة اللي احنا خشنا فيها وتربنا فيها. بنستخدم الالوان. وبنستخدم اللبس. اه. خلت بالك. فمش علم. نفس النظام. المنتجات مش علم. يعني مش علم. يعني اصد مش نقدر نخليها علم. اصد مش نقدر نخليها علم ازاي. لان الازازة ديت انا اقدر اغير شكلها. اه. وبالتالي اقدر اخلي اللي بول بتاعها مختلف. اقدر اخترع اخترع شكل تاني وخالص. اه. لكن احنا بناخد حاجات زي ايه. كيفية الاستخدام. يعني المستخدم. زي مسلا. اه. واجهة المستخدم هو نفس النظام. هل مسلا المنتج ده موجه للطفل? هل الطفل بامكانياته بقوته? هيقدر يشيله ويستخدمه? كده دي الاسئلة اللي احنا بنستخدمها. ماشي اه دي علم. اه. بس انا مختلف معك في نقطة العلم لانه هو فعلا الديزاين عموما بقى مش تصميم المنتجات. انا مش بتكلم عن تصميم المنتجات. بكلم على علم التصميم عموما. بقى موجود برا علم وبقى يدرس. لكن احنا عندنا في مجتمعنا العربي لسه لحد الوقت بنتعامل ان احنا اتعلم برامج الفوتوشوب. اتعلم برامج التصميم وخلاص. اه. اتعرف على اه الادوات. ازاي تستخدم الادوات. بس هو مجرد انه خلاص انت المصمم جرافيك يعني بتاع بتستخدم الفوتوشوب والاستيليف. الاول لما اول مخترعوا السيارات. ايه? اول مخترعوا السيارات. كان في مدارس بتديك رخصة? لا لا. ما هو انا متفق مع اخف النقطة دي. بس انا باتكلم ان هو برا بقى علم. يعني اتحول لعلم. انه بقى في مدارس بتديك رخصة. هو لقى مجال موجود في السوق. زي التسويق. يعني التسويق. التسويق الاول لما نزل الفيسبوك هو ايه? كان بيشتغل التسويق? لا. لما تواجدت الاعلانات الممولة اتواجد التسويق. فبعد ما تواجد التسويق. اعملوا التسويق علم. ما ده انا باتكلم عليه بقى ده فكرة التسويق اه تصميم اصدي كعلم. ده محتاج ان انت اه يعني نطور فيه. نطور فيه كعلم. ونخلي الناس تدرسه كعلم. ما هو بقى هو ده اللي انت بتقولك عنه. ان احنا نعمله علم على اللي موجود. على اللي موجود. اه اه. على اللي موجود. اه. على اللي موجود قبل تغير فاني عصدي انا اصدي بنادم يعني ما ياخدش ان ده منهج. لا او يلتزم بي كمنهج. هو مش لازم يلتزم بي. اه. يعني مثلا انا انا وجهة نظر اللي بتكلم عليها ايه? مثلا مبادئ ونظريات التصميم. دي اساسيات. تبقى انت عارف الانسيابية والتباين. اه والحاجات دي تبقى انت عارف. اه. لو انت لو انت شفت انت مسلسل رافعة الهجان لما قال له اه. لما قال له انت لما تيجي تسأل سؤال اسأل سؤال بطريقة غير مباشرة وبعد كده قال له انا كنت بعمل كده اصلا ما عرفش ان دي علم في المخبرات. اه. بالزبط. انت من كتر شغلك بتبدأ عينيك اوتوماتيك من غير البرنامج. تقول التصميم ده نقص حاجة مش مزبوط. الكلمة جاية كده. حتى لو انت ما كنتش سمعت عن العلم. لكن بيحصل توازن بين عينيك. انا بس لتصميم اوتوماتيك. ايه الفكرة بقى ان انت لما تبقى عارف الحاجات دي لو انت فعلا بالسجية كده بتجيبها. بس لما تبقى عارفها كمان بقى انت في كل تصميماتك هتلتزم. بالزبط. احنا بقى اخدنا الحاجات ديت اللي هو اكتشافها مع الخبرة. مم. حولناها لكلام ما دروس. صح. الجيل اللي ييجي بعد كده ندهاله عشان مش ياخد وقت في اكتشافها. نسهل عليه. ايه بالزبط. فانا اصدقى حتى هو لو حتى هو لو ما درسهاش من كتر التكرار هيبدأ يطق. صح. فحيحسب بعد كده حتوبة بالنسبة له علم. عشان كده تبص تلاقي ناس اللي هي بتشتغل هندي ميت من زمان. بتلاقي شغله وبطلق شغل يا عم تعلمتي فين. يقول لك ما تعلمتش بالممارسة. طب ايه اللي عرفك? ان انت لما بتخرم الاخران دي لازم تكون متساوية. يقول لك بالنظر. اه. صح. شكلها جمالي كده. لان التناسق التناسق. هو علم الجرافيك ده يعتبر اه فن. مش مش علم حاجة علمية كده اكاديمية. محتاج ان انت تعرفها عشان انت واحد زي الواحد يسوي اتنين. لا. ده هي فن. هو التصميم او تصميم الجرافيك بيعتمد على حسك انت الفني. انت بشايف الحاجة دي جمالية. بتاخد الحاجات دي من من الطبيعة بقى اللي حواليك. يعني الرفرنس بتاعك والمراجع بتاعتك. الطبيعة انت شاف الشجر بالشكل الفلاني. النباتات. الاشجار. الحيوانات. الحاجات دي كلها. فيها من من الببادئ او النظريات اللي احنا نتكلم عليها دي. فيها التوازن وفيها الانسابية مثلا. وفيها التكرار. مش عافية. فيها حاجات كتير موجودة. انت لما بتشوف مثلا غابة وبتلاقي فيها الاشجار بتكرارها. فدي حاجة تكرار. وده مبدأ من مبادئ نظريات التصميم. فكل الحاجات دي بتعرفها بتاخدها من الطبيعة. انا 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 معاك مية في المية انا ما بقللش من العلم. انا مش عاوزة حطه حدود. ده انا متفق معاك ان هي مش علمي بالاساس. هي في الاساس اه حاجة جمالية وفنية. بس انت ده تحولها كعلم وتدرسه. انا انا كان فيه كورتس خدته عن برضوك الكلام انت بتقوله ده كان ميدي واحد فلبيني كبير. بس صراحة عجبني يعني جدا. اه. بقول لك فرضنا فرضنا مثلا ان انا عندي شكل سداسي وشكل مربع وشكل مسلس وشكل مثلا اه بيضاوي. لو جيت اعمل بينهم ومن بعض هما تكون او يعني عشان اعملهم محاذاة. تمام? مش هتلاقي نظريا بالبرنامج مش هتلاقيهم متساويين. في حاجات لازم تكبر وفي حاجات لازم تصغر عشان يحصل تساوي بالنسبة للاشكال لان هما اصلا فعليا الاشكال مش متساوية. صح? فده انا قصدي بقى العلم لو انت لو انت اشتغلت بالبرنامج مش هيجبها لك. لازم تشتغل بالخبرة وبالنظر. صح. على عموم الموضوع طوي طويلي يعني. احنا يبقى لينا لايف تاني لان الكلام شايف. بس الاسئلة مش عارف فاحد اسمه احمد صلاح بساريت لو يكتب لي كومنت تاني كان اه. هو احمد صلاح بيقول ممكن ترد على اخر سؤال ليه ان عن. اه. اه. فصل الصورة على الاستريتور ازاي اقدر اشوف نسب الالوان في الصورة. اه في جزء معين. مش فاهم يا اوه اصدو ايه. فصل انا في الصور ازاي? اه اه هو بيتكلم عن الاستيتيوت ان انت تقدر تعمل بها فصل الوان اه مش عارف هو اصدو اه اه نسب الالوان بيشوف نسب الالوان في الصورة في جزء معين. يعني هو عايز في جزء معين يشوف نسب الالوان فيها يقديه. اصدق اصدق بالبيت كلر اصلا يمشي كده يعني ويشوف جزء جزء من الصور يعني. يا احمد لو انت موجود ممكن تعيد سؤالك تاني. هو ايه انا معايا كهوت بس ممكن يكتب السؤال بطريقة مسلا نقدر ان احنا نفهم. طيب اه دلوقتي في مين تاني بيسأل اه احنا جاوبنا على السؤال دوت لينكد ان ولا فيسبوك. اه هل اسعار. السوق. اه لا في نفس في نفس الكومنتات يا احمد في نفس الكومنتات. اكتب بس اللي انت عاوز تقوله بطريقة نقدر نستوعبها. هو انت الكومنتات او الرد عندك على الكومنت بتاعها على الفيس عندك ولا عندي? صفحة بتاعتي بيظهر الكومنتات عادي. بس هو ظاهر عندي برضو. ظاهر عندي برضو في الكومنتات. طيب اه انا عايز افصل صورة على الاستيليتر. هو لو هو عنده الصورة اربعة لون. وعاوز يفصلها كصور تطلع سيان وماجينتا وبلاك ويالو كده كصور مستقلة. اصلا دي موجودة. موجودة من السيبيريشن اصلا اللي موجود في في الستيتي جرافيك. بيطلع له الاربع علوان دي ويقدر يسيفهم كل واحد لوحده. اصلا. يعني يعني من الستيتي جرافيك. اما لو كان عاوز ان هو مثلا يخلي الصورة اه هي تلاتة لوني خلاتني لون الحاجات دي اتلع انت بتخش على الفوتوشوب. لو هو سمعني والكلام واضح له يعني ماشي. لو هو عاوز ان هو يخلي الصورة لون واحد على الاستيليتر اه. لو انت عاوز خلها لون واحد سيان ماجينتا بلاك اه. تماما? وتتحكم في الكيره بتاع الغمقان والفتحان تقدر. برضو. لكن انك تفصل الصورة. اورا اولا كان يبا. في حاجات بيكون فيها واحد في المية او اثنين في المية من اللون. لو واحد في المية او اثنين في المية انت مش بحتاجهم يعني انت ممكن تشل. اية ولا تزيرو على طول. اية دي خليها ايه لو واحد في المية دي زيرو. ودايما النسب بتاعتك تكون صريحة. تش encourage 32.5-32.8号. عليه 2.30 الثاني الهو بيعمل تصميمات خاصة بالفليكسو. هتطبع على فليكسو. تمام.ة. هو مش محتاج لحط الحاجة الواحد في المية واتنين في المية دي. لا يخليها zero. تمام.ة اللي فوق الخمسة في المية ماشي ممكن تشيبها خمسة في المية لو هو اللون الخمسة في المية مسا الأسود خمسة في المية بس. ماشي.ة لكن لو هو قليل اقل من خمسة في المية ما انتم مش محتاجه. يعني اذا مش اثار في ال. لو انت بتفصل الصورة لون واحد لون واحد وفصلته على الاربع علوان وقلت مثلا خليته السيان ولا مجد انت غلط ليه? هيقلل من التفاصيل اللي موجودة في الصورة لازم تدو الصورة دي تفصيلها بلون بنتم او ثبوت كالر يعني عشان يديك التفاصيل وتبقى لون واحد برضو وتطبيع لون واحد طالما هي فليكسو يبقى يقدر يعملها ثبوت كالر يعني مش محتاج ان هو يعملها هتحسب له لون هو قصده لو هو من اربع علوان فهو كده كده تاخد من اربع علوان فعوزها من اربع علوان فلا ادي هتحسب له لون هتحسب لون لوحدها صح لكن اللون اللي انا استخدمته في الصورة اقدر استخدمه في التصميم طيب هو برضو حلو السؤال بتاعه بيقول اقدر اشيلها من الستيليتور اه تقدر تشيلها من الستيليتور انت هتحدد لو انت جبت مثلا اللون اللي هو الواحد في المية او اتين في المية لو هو جاب مثلا العنصر اللي موجود عليه اللون الواحد في المية او اتين في المية ده واحدده هيقدر يشيله عادي. اه لو حددت لو حددت اللون وطلع يعني موجود. هتلاقي من عندك من الكالر من الكالر اه اوبجيكت او اه. او انت عندك اسكو. هتلاقي عندك حاجة اسمها او حاجة زي كده. اه انكي ميكس حاجة زي كده. هتبص هتلاقي من ديجي القائمة كلها. فانت هتقول له مثلا السيان لو هو عندك مثلا او البلاك عندك واحد. مثلا شيء الواحد خليه صفر. مسلا يعني اه في الاغلب مش هتلاقيه في البلاك. الواحد ده مش هتلاقيه في البلاك. الاغلب هتلاقيه في السيان والماجينتا واليالو والحاجات زي ديك. خليه صفر. مش مش له لازمة يعني. تمام صح. تمام? لكن انت لو انت بتستخدم اجريدي disparس لو انت بتستخدم اجريدي انت مسلا يعني لاوز مسلا مش يحصل معك مشاكل في الفليكسو. استخدمة صبوط كالر. واستخدمها اوبان توم تنت يعني بديك بديك نفس اللون تقدر تاخد منه تدرجات لكن مش يعني هو بياخد منك تدرجات من اللون نفسه بس مش ياخد من الشفافية فانت هتعمل التدرج بتاعك اللوني هتعملها اللون البلاك او اللون بتاعك مية في المية واللون التاني في نفسه هتعمله مثلا خمسين فحيديك تدرج لوني بين اللونين هو هو. بيعملك ساتوريش. اه. وهيتحسب عندك ان هو معمول بس بلون واحد. واحد لون. واحد لون. وبالتالي انت كده مش هتلاقي مشاكل معك ان يكون في لونين مع بعض. هيبقى لون واحد خلاص هو هينزل عندك في الطباعة في الفليكسو لون واحد. لون واحد. مظبوط كده. مظبوط. لا احنا عايزين نعمل تاني لان الكلام فعلا كان شايك عن المنتجات واحنا يعني ما غطناش كل حاجة بصراحة. فعلا الكلام في حاجات كتير فعلا في المنتجات وان شاء الله نعمل لايف تاني. ويزبط بقى على اليوتيوب ولا حاجة. بقى نزبطه اول مرة الجاية بقى على اليوتيوب برضو. نزبط على اليوتيوب. نتفق كده احنا بقى لنا اصلا قدية عشان بنتفق على اللايف ده. اه بقى لنا كتير بقى نطلق عشان على شهر. اكتر يمكن. اه. فعلى معرفة نزبط اللايف ده فلا لازم نزبط لايف تاني وان شاء الله يبقى يفيد الناس بشكل اكبر يعني. لا ان شاء الله ان نزبطه. لو حد عنده اي سؤال تاني قبل ما نختم. هو احمد صلاح بيسأل تاني هل في طريقة ازبط بيها تصطير الشبكات في الالوان ال ال بي اي اللاين آآ بير انش في الفوتوشوب او الاستيليتر. لا في الفوتوشوب الاستيليتر مالوش في فصل الالوان اللي هي الشبكية. هو قصده قصده لما بيعمل فصل او كده او في او في الفليكس والحاجات زي كده. فصل الالوان دي احمد تكون في في الفوتوشوب يفصلها. اه في الاستيليتر صعب لانه ما بتعاملش مع البيكسل. هو كل الايفكتات اللي احنا منزلينها مجرد تأثيرات عليه. يعني مش 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 تعامل مباشر معه. يعني انت ما تقدرش تعمل في الاستيليتر على ما بتعملش كده هو. لكن نقدر ان احنا ندي له لون واحد. نديها مثلا كده. حاجات اللي هي البسيطة. وبردك مع التعامل مع الفوتوشوب يعني. لكن في في فيديو اه بيدي فصل الالوان انا كنت يشوفته على اليوتيوب. ممكن بشيره لك او اديك اللينك بتاعه. اه فيه شرح كويس يعني وواضح لكيفية فصل الالوان الاربعة لون او تلت الوان مثلا الطريقة. ازاي تفصل. باب هو احماد ده. سؤال احمد ده خلاني كده يعني يجي برضه سؤال في دماغي ان انا لما بشتغل على حاجة واعايزة ببعثها الفصل الالوان انا بعملها بدي اف بيتعامل برضو مع الان. بدي اف ايه عادي. البي دي اف هو بياخدوا بياخدوا بيقضر يرجعوا على الان بيقدر يدخلوا على الفوتوشوب. لان هو في فصل الالوان بتعامل مع الفوتوشوب على انه ليرات. مم. فيقدر ان هو يقدر ان هو حتى الصورة لو مقفولة يقدر يفصلها. بالزبط اه لا يقدر يفصلها. اما احنا مفتوح ده عشان تصميم. اما هو بالعكس الصورة لو جات له مقفولة بالكواليتي الطبيعي بتاعها له هي تلتمية بتاعها تلتمية يعني كويسة يعني صورة حلوة. اه. هو يقدر يفصلها. وبيفصلها شبكات عشان تخش على الزنكات اللي هي السين والماجينتا والبلاك يعني الاربع زنكات او اربع لون وتشتغل. لكن الاستريتور لا الاستريتور اه. بنشتغل على الالوان العادية اللي هي البنتم والحاجات اللي زي دي بيستخدم. لكن الصور بنجيبها من هناك. فبهو احمد بيرد بيقول البيدي اف بيعمل امبت للصور اللي جواه. ايوة. هو بيعمل امبت. لا ما انت ما انت لازم تعمله لو انت مش عاوز تعمل امبت للصور ليه? في في اه في اه مارك كده انت بتعلمها بتقول له ما تخليهاش يعمل امبت للصور. لا لا لو لو البيدي اف حيرجع على الاستريتور تاني. خلاص لو انت عملت لغيت امبت دي خلاص كده مش طاعة. لو ما عملش امبت لو ما عملش امبت وسايف اه بدي اف وما عمل وما حطش وشال الاوبش يعني اللي هو بيشيل لعيارات في الاستريتور عشان ما يفتحش تاني على الاستريتور. مش هيعرف كده اضعت الصور كلها لما اجي افتح مش حالي ولا صورة من الصور. صح. ولو انت عاوز تبعط للمطبعة لازم تعمل امبت. ولو ما عملتش امبت لازم تروح انت مسايف التصميم بتاعك باكيج ينزل الصورة في فولدر والفنطات والملف وتاخده شيلة واحدة كده وتديل المطبعة تفتحه. وبالتالي اصلا ما حدش حقيقة بل بحاجة زي كده يعني هيقولك طب انا الفولدر هيبقى كبير اه. اه الا ازا كنت بتامع الحركة دي لامصمم زميلك عشان يكمل على الشغل. فلازم امبت يحصل. وبعدين مش هيفرم معاك وانت بتفصل الوان بالامبت موجود او مش موجود. بص الاسئلة بدأت دلوقتي تسخن واللايف بدأ يسخن. بدأ اسئلة يعني في حد تاني بيقول مشاكل عدم القدرة على التصميم والابداع والشغف وحاجات كتير يا هندسة تجاوبنا عليهم. اه. انا واحد من الناس احيان بابا مش عايز اعمل اي حاجة خالص معيني في لايف ما نفعش اقول يعني انا كلنا عاوزه اقعد كده وافتح التلفزيون واجيب اي فيلم اجنبي. كلنا. كلنا بنمر. ما عملش حاجة خالص. وما وباش طيق الكمبيوتر ولا طيق الجهاز ولا حتى طيق اي حاجة. شوف. التعلم تعلم حاجات جديدة. هو الشغف. صحيح. ما تخلكش في اللي انت فيه. صحيح. انا واحد من الناس شفت الشغف رحت على كي شوت. جددت نشاط. حسيت ان انا طورت. اه رحت مثلا على حاجة يعني. انا لما رحت البلندر لما رحت البلندر جددت. طور نفسك. اما تفضل في اللي انت فيه وبعدين الابداع يا جماعة اللي انا عزو اضحه. كلنا مبدعين. ربنا خلقنا في احسن تقويم. ما فيش حد مش مبدع. كلنا مبدعين. لكن فيه واحد بيفهم بسرعة. وفيه واحد بيقوز مرة واتنين. وبعدين الزمان كانوا بعلومونا التعليم الغلط. ويقولك ان التكرار بعلم الاحمر. الكلام ده غلط. التكرار بعلم الشطار. والعلم في الكراس مش في الراس. ورق او قلم وتكتب. الانسان سميه انسان لانه كسير النسيان. ازاي هتفتكر انت كانتين بارح وانت هتفتكر انت علمتين النهاردة. ورق او قلم. اكتب. سجل دون دايما ودايما وانت شغال تعمل اسكتش كده قبل ما تطلع الفكرة اللي انت عايز تعملها. لو انت رسمتها واستخدمت الورقة والقلم وعملت طلعت اللي في خيالك. اصلا وانت شغال بالسكتش كده هتلاقي الافكار بتجي لك. بالزبط. يعني دايما ايه عايز اعمل تصميم افتح البرنامج قعد اشتغل عليه شوية. الاقي نفسي خلاص مش عارف اعمل حاجة. هقول لنا اعدي ارت بلوك واقف. لا انت عملت سكتش الاول بدأت تماشي ايدك الاول. والافكار تجي لك وانت بترسم سكتش. مجرد ما تعمل كده انت هتلاقي الافكار بتجي لك. وبعدين الشغل اللي بيطلع لكو ده يعني مثلا انا بعمل شغل وبحطه. الشغل ده جاي جاي من من مرة واعادة واتنين وتلاتة وتغيير واربعة ورندر وشيء. عادي عادي. ما بيطلعش كده. طبيعي. 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 مثل مثل النهاردة احنا عشان نطلع لايف. احنا عملنا ايه عشان نطلع لايف. احنا عملنا ايه عشان بريمير. بلاش تعلم ايه. يعني اطلع اطلع من غيرة التصميم. اصلا. او اشغل مثلا فيلم كارتوني. تعلم ماركتي شوية. يعني افلام الكارتوني الانيميشن الاسري دي. شغلها واسمحها. بتديك راحة نفسية والوان واخد منها حفار حلوة برضو. اه بتديك حاجات مريحة. اطلع برا المود. لما يكون عندك تصميم مهم جدا عاوز تشتغلوا ما تشتغلوش. يعني بتجيلك افكار وانت قاعد. نعم قولنا انا مش شغلك النهاردة. وبعد كده تبص تلاقي نفسك بعد ساعتين نوم قايم. تلاقي ايه مخك قاعدة يقلب لك حاجات كده. فتبص تلاقي نفسك بتشتغل. ولما تشتغل على نسخة اركنها على جنب. والفكرة اللي تيجي اعملها. ونسخة تالتة عملها. يعني كل افكار تجيلك سيبي النسخة القديمة زي ما هي. وشغل شغل ضم الكل على بعض. اطلع بالشكل اللي انت آآ محتاجه. وحاجة تانية كمان. والتصميم مثلا بتاعك مش عاجبك او انت شايف ان هو مش حلو اخرج. ويطلع من الجو التصميم الجو اللي قدام الجهاز ده ويرجع تاني. هتلاقي في حاجات في التصميم انت مش شايفها. في حاجات انت بحتاج تعدلها. ممكن انت بقى تزبطها. يطلع التصميم بشكل كويس. زوية الالوان زوية الالوان معلش اه 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 احمن بيسه. اه لا زوية الالوان يا احمد انا قلت لك ابعط لك ابعط لك فيديو انا كنت كاتبها هنا بقول لك السيان مش عارف درجة درجة بتاع درجة الميلان بتاعته مش عارف خمسة واربعين ودي مش عارف اه كاما. انا كنت كاتبها هنا عندي فرقة. برضو معيني على فكرة ما بشتغلش فاصلة الوان. يعني ما بشتغلش اه في مطبع فاصلة. لكن برضو حبيت اعرف الناس دي بتفصل ازاي وشغلت ازاي عشان انا يكون عندي خلفية. يعني ضمن الحاجات اللي بتعرفها بترتاح. او يعني اه انا فعلا هنا كنت كاتبها هنا اه ممكن يكون في النوت التانية. اه هاجب لك الفيديو. هرسلك الفيديو وابعت لك اللينك بتاعه. اه تقدر انك تشتغل عليه. اه في فاصل الاربع لون. تمام حلو جدا. في برضو حد كان بيسأل اه احمد شندي او ضياء شندي كان بيسأل على احسن اعدادات ايه? هو بيحفظ الملف تقريبا. تقريبا هو بيحفظ بيحفظ الملف في بدي اف ايه احسن اعدادات لي. شوفوا بالنسبة اه حاجة مهمة جدا كل المصميمين يشواخدين بالها بالهم منها يعني. في حاجة اسمها بروفايل كالر. ده مهم جدا. جدا جدا جدا. انا اقول خمسة جدا. كلنا بننزل البرنامج اللي نستريتر والفوتوشوب او اي برامج وبنشتغل عليها بالبروفايل الاساسي بتاعها. صح. مشاكل عادي يا ما فيش مشاكل. لكن لو انا غيرت البروفايل بيختلف معي الالوان. يعني احيانا اعملها كده. حط لون ازرق او احمر بالبروفايل الاساسي بتاع الانستريتر مسلا. وروح اغير البروفايل بتاع السيمويكي لمسلا جابان اللي هو الفين وواحد. مسلا هتبص تلاقي الازرق اختلف. بقى اغمأ. خطي لك وانت شغال بتشتغل على بروفايل معين. البروفايل اللي انت شغال عليه ده. وانت بتحفظ ملف البي دي اف. مثلا. لازم وانت بتعمله سيف بتروح على البروفايل وتقول له امبت بروفايل. يعني خلي البروفايل ده موجود ليه. عشان لما يفتح على اي برنامج بي دي اف انت مسطبه. يستدعي البروفايل من الملف بتاعك. لكن لو انت مش عامل كده. هتكون انت شغال على بروفايل معين. اللي هو المروفايل الاساسي. اللي هو اللي انت غيرته. لالفين وواحد مثلا. وبعد كده البي دي اف اللي بسطبه شغال على البروفايل اللي هو العادي اللي هو نازل زيه على الوندس كله. اللي اصدر على برامج قدب كلها اللي هو مش عارف دابل ويب آآ آآ حاجة زي كده. فتلاقي الصورة باحتة. دي كارسة. ليه بقى انت شايف حاجة? وده وضع حاجة. دي حاجة. تاني حاجة المهمة جدا كمان وانت بتشتغل. خدت بالك. عندك آآ آآ اللي موجودة في لازم تشغلها. مهمة جدا برضو؟ لازم تشغلها له وضع طباعة. لان اللون ممكن يكون في الوضع العادي عادي بس في وضع طباعة مش عادي. لان هو بيدك اصلا حق الورقة. وبيديك وراها لكن الورقة بيضة وراها. خصوصا في يعني في الوضع ب quaisiner. والحاجات ديت لازم تعمل وضع الطباعة تمام? لان وضع الطباعة بيجيب لك ممكن يكون بانتم كالر انت منزلوا اخضر غامق بس في وضع الطباعة جاي اخضر فاتح. طب ايه اللي بيديه لك في الخلفية دي هو انت الستاندر بتاع البرنامج انه ما بيبقاش وراه حاجة. المفروض ان انت بتشتغل على اللير شفافة. حتى الاطار الابيض اللي بيقى موجود في التصميم. حتى الابيض اللي بيقى وراه التصميم في الاستيليتور ده مش مش بشكل الورق. ده كده ده لير فاضية حاجة فاضية. فعلا ان تصميم المنتجات بيحسب ان الورق لو انت مش حاطت خلفية بيضورة وراحت لها مطبعه بيقول ان هو مش عاوز ابيض. صح. في تصميم المنتجات بالذات يعني ركز في تصميم. الاستيليتور بالذات كمان. مش في الطباعة الورقية. لأ طباعة الورقية لأ. بس انت بيتركز في الحالات الفليكسو. لان انا لو مش عاوز عاوز ده شفاف ما حطش ابيض. صح. اه فالفليكسو اه ما بيحتاجش ارضية بيضة الا اذا العميل عايز ابيض تحت. اه ايوة ايوة اوز بيكون بلون ماجينتا ودي له عشرين. يعني تعالي على الماجينتا تصفر كل الاربع علوان ودي الماجينتا عشرين. عشان وتحت كده تحت تحت التصميم بتاعك تعمل مربع وتكتب ان اللون ده هو هو الابيض. عشان بتاع المطبعة يعرف ان الجزء اللي انت عامل باللون ده هو الابيض. نعم يا عماز. تمام? اه. تمام. طيب فيه حد بيسأل بارضو بيقول فين السوق الحقيقي بالباتجينج انج بعيدا عن المطابع خصوصا ان معظم المطابع في مصر بتقدم التصميم لعميل تريد. اوه ده مش صاح ان هو موضوع التصميم لعميل تريد ده بيبقى تصميم التجاري الحاجات التجارية. لكن اللي عايز يعمل تصميم للمنتج بتاعه وبيعمل براندنج لي وبيعمل حاجة اة عايز يعمل حاجة احترافية مش هيروح لا المطبعة يقول له عميل للتصميم. فدي اول حاجة. مش هيروح لمطبعة المطبعة بيكون عندها مصممين يا جماعة بتعمل الشغل اللي هو يعني عميل جاي طياري كده طياري عشان اطبع لك وطبعا بتكون اغلب التصاميم مش لها تمن لان هو مكسبه في الورق والطبعة صح مصبوح اه باخد من الشغل عشان نجاوبه على السؤال ده احنا ممكن زي ما قولنا قبل كده الموضوع ان هو يشوف العملة موجودين فين العملة بتوعه مثلا موجودين على الفيسبوك لو موجودين على الفيسبوك في جروبات ايه ايه الجروبات اللي عليها اصحاب اعمال او رواد اعمال اه يعمل شركة علاقات انا شو بقول موضوع العملة سهل بس انت زي ما قولك انت ما بتخش اي مجال او اي حتى لو دكتور ولا مهندس عشان يبدأ بشغل لازم بيبدأ يكون قاعدة عملة فانت حاول انك اه تمسك العميل وتابني بينك وبين العميل زي نظام صداقة صداقة عمل صداقة عمل وليس صداقة اخوة يعني يكلمك يقولك مش عارفت المصلحة فانا هي تقول له اه تنازل يا جماعة انا معرفش ان المصممين التانيين اللي بيمسك يقول لك لا الملفات الاساسية مش مديلو ملفات الاساسية وتديرو داخل ملفات الاساسية انا مش عارف المشكلة بالدينة مشكلة بالدينة فعلا الموضوع ده انت خدت انا عملت تصميم منتج وقال لي عملت له بعد ما تقول له قال لي مثلا تصميم منتج دي قلت له مثلا الف ريال خمسمائة ريال خدت الفلوس بتاعتي قال لي طب انا عاوز ما تتضل ما تعملش زي اللي قاعد على كرسي ومش عايز يسيبه لا قوم منع الكرسي يا جماعة لو لقاك كده بيتطملك وبيديك الشغل تاني صح؟ اقسم بالله ما في عميل قال لي هات الشغل وقول له اخد الشغل بتاع كله انا ما فيش عميل انا يمكن قلت لك الكلام ده ابلي كده ما فيش عميل من العمل اللي معايا شغلهم طلبوهم مدتهم لهمش بالعكس كل العمل اللي معايا ومازالوا شغلين مازالوا شغلين بس تصميماتهم كلها عندهم ايوه تصميماتهم عنده هو شغل معايا برضو ما فيش مشكلة انا 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 ما برفضش لعميل عاوز السورس تفضل بالعكس هتشيل من عندي مساحة من على الجهاز وخد شغلك عادي عاوز تعمله في المكان اللي رياحك ليه بقى دي اسمها العلاقة علاقة ثقة بين العميل وبين المصامر وقول لك ايه الراجل ده نصر مش تزيم له اما تقول له لا تدفع زيادة انت خسرته حيدفع لك 50 جنيه زيادة 100 جنيه زيادة وانت خسرته وخسرت اللي حيجبهم لك بالزبط بالزبط هو مش هيعمل لك ريكومنديشن بقى وهي يعني يرشحك لحد تاني لا خلاص ودايما تتنازل عن صغر الامور يعني مثلا العميل وانت بتشتغله باكش كامل ولا حاجة وقال لك بتعمل لي اخي كارت ومش عارفه تقول له خلاص الكارت مني هدية صح نفسيا حيوبها مرتاح مبسوط ودفع لك فلص من صوت ولو حد تاني حيرشحك الو صح نظبوط لا هو ده التسويق بنعملها كتير بنعملها كتير مش تقعد بالنظام السلبت وليه اه با وعشان حق وبياخد زيادة ولا ده مش اتفقنا على كده بص انا دايما بدايني اوي يصياح المصممين في الموضوع ده ودايما يشتكوا من العملاء والعملاء المؤرفين والعملاء بيدعبون والكلام ده يمكن انا الحمد لله موقع شغلي مع العملاء بتوعي لا العملاء بتوعي كلهم فيه ثقة وفيه ارتياح معايا لان انا دايما عمري يعني موضوع ان مثلا زبون على حق او الكلام ده لا هي مش بس فكرة كده هي فكرة ان انت يعني ربنا سبحانه وتعالى بجعلك سبب ان انت بتعمل شغل العميل عشان انت بتساعده مش ان انت تبقى خصم لي او ان انت تبقى عداء لا بالعكس انت ربنا ادك موهبة معينة وانت شاطر في حاجة معينة والعميل بتاعك ده هو عايز منك حاجة كويسة تخدمه تخدم البزنس بتاعه وتخدم الشغل بتاعه فلو انت اعتبرت العميل بتاع الخصم لا انت مش هتقدر تطلع نتاياك كويسة معا العملاء بتوعي ومش هتقدر تكسب ثقاتهم وتكسب ثقة عملاء بتالي ولما يبقى عميل انت بتكلمه لأول مرة وحاسس احساس داخلي ان هو هيقرفك ما تشتغلوش وما تقولوش بتشغلك بالبداية صح اقول له والله انا عندي ضغط شغل وحضرتك قادر تستحمل يومين ثلاثة لما خلص حتى لو انت مش عادك شغل الاعتذار منه بلا باقة عشان بعد كده لو رجع تاني في مودك وكان كويس يعني ولا حبيت ان انت فاضي وعاستشتغله وتشتغله تمام ولو خدت عربون انا واحد من الناس لما بقول له اميل لسا اول مرة تعاني معايا بقول له ديني لعربون بسا 50% ولا حاجة وتفعل 50% وجيت اشتغل شغل واختلفنا ولا مثلا حاسيت ان انا مش هرتاح معاه او قال لي لا انا عاوز ليته هيعدل كتير واروح اقول اتفضل لعربون بتاعك هوت معلش اني بعتذر عن الشغل وارسله عربونه كامل صح يا جب طب ليه بارسله كامل فواحد اقول لك لا ما انا هاخد حق التعب والسهر والكهرباء والانترنت وكذا انت مخسرتوش ان هو يرشح لك حد تاني صح فيه علاقة احترام بيننا وبين بعض دلوقتي انت اكسبتو كمسوق ليك بقى يعني انت الحركة دي هتخليه مسوق لي راجل محترم مطمعش في فلوسي بالعكس اعتذر وداني الفلوس ده راجل محترف لما حاجه يقول لي اقول لي اه والله انا عارف واحد محترم ومؤدب ومش هاي ومش التاني مش هيخفى ان انا ننصب عليه صح انا بدي له فلوس اصلا فالكلام ده بيبني العلاقة بينك وبين الشغل وبيخليك في مقه حتة تانية خالص النتش والجاري ما ينفعش ينفعش عشان كده احنا بنقول ان دايما المصممين محتاجين يتعلموا عندهم زكاء اصطناعي زكاء عاطفي ويتعاملوا ازاي مع اللهم اللي بتاعهم ويتعلموا شوية تسويق يعني دايما بعيد احنا عن محيط التسويق دي لا محتاجين نتعلم تسويق ازاي يسوى لنفسك وازاي موضوع ازاي ان انت تطلع بنتيجة مرضية ليك وللعميل بتاعك تعرف تتفاوض معاه وكده وكمان ان انت تعرف وتتأكد ان الورد اوف ماوس هي اكبر طريقة تسويق ليك لو انت عملت العميل بتاعك كويس وقدمت له خدمة بطريقة كويسة هتلاقيه هو بيتكلم عنك هو الورد اوف ماوس هو اللي بيتكلم عنك هو اللي هيجيب لك الشغل اللي انت عاوض هو اللي هيجيب لك عمى لو بالزبط 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 ما تبصش للعميل انت هتكسب منه هو كام دلوقتي وبعدين تأكد بقى في نقطة موما كده كمان ان انت لو عميل بس عملته بطريقة مش كويسة او هو خد عنك المطبع سيء هيوصل المعلومة دي لكتير من اللازحة كل ما عارفه كل اللي مش هيرشحك كل اللي يعرفهم على عكس تماما بقى لو انت عملته كويس هو بيوصل للنسبة بسيطة يعني دي اقل من دي يعني لو عملته بطريقة مشة بلا هيوصل اكتب وارفض شغلهم مش هعاوز اشتغل وهو مصمم يعقول له انا مش فاضي يعني طب اجيب لك حد يقول لي لا انت اللي تشتغله يعني يعني ده معنى ايه معناه ان انا يعني ان هو وصلت في شغلة العلاقة بينه وبين بعض قوية لدرجة ان هو عايز يستناني طب ما يقدر يشوف اصلحته مع اي حد تاني عادي يعني بس هو مرتاح في التعاون معايا مش عشان مش هتفعلي فلوس ما هتفعلي فلوس برضو اه بس هو مرتاح في التعاون معي بالضبط هو زي بالنسبة هو ده هو ده اللي بنتكلم عليه بقى اه هو بس قابلي قابلي من 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 ان شاء الله يعني عشان الناس طول بس معلومة الالوان بس يا ياسر بالنسبة للشباب الشاشات يا جماعة اللي انت بتشوفه على الشاشة وبشوفه على الموبايل اللي باس عايزة اوضح حاجة اه دي مهمة جدا انت شغال ثلاث حاجات بيأسروا معاك اول حاجة الشاشة اللي انت شغال عليها لو مش اي بي اس الشاشة لو مش اي بي اس يعني الشاشة بتاعتها كل الالوان بتاعتها من كل اتجاهات ثابتة ما بتتغيرش مع اللضاءة والشكل بتغير زي ال سي دي والحاجات اللي هي والشاشات اللي هي تحس توقف تلاقيها ضلمة تنزل تلاقيها نورة كده كده غلام دي حاجة لازم تكون اي بي اس ونسبة الالوان فيها وانت بتشتريها لا تقل عن تسعة وتسعين يعني تسعة ارجي بي تكون تسعة وتسعين هاته تسعة وتسعين خمسة وتسعين اقل من كده لأ تمام انت شغال سيموي كي طبيعي لما تسايف الملف بتاعك سيموي كي وتروح تحطه على الموبايل هتختلف الوان طب ايه الحل الحل تاخد للتصميم بتاعك هو على السكرين سكرينشوت من الاداة اللي هي بتحدد ده تحدد كده وتبعته للعميل اللي هي بويندوز وشفت واس اه او بتنزل اي اضافة انت عاوزها او اي سنيبينج كده كده الالوان ما تتغيرش تمام اما لو الموبايل بتاعك او في طريقة تانية او في طريقة تانية ممكن ان انا حفظها ارجي بي نسخة خاصة للسوشيال او هعارضها على العميل حتظهر عند الابيل لو حفظها ارجي بي لا انها يشوفها بالوان سين واي كي على أن هي اتخذت RGB أيوة نصد أنها تظهر له في الآخر أنا ما سيفتش شفت الفرق أنا خدت سكيرين شطل بنفس الألوان وراحت للشغل أنا عندي ما بظهرش الموضوع ده يمكن أنا عشان أنا شاشة عندي IPS فبتظهر برضو لو ختست للعميل ما بعتش تاني حاجة الألوان يعني لما أنت بتاخد الصورة من مثلا أحيانا فيه ناس تاخد الصورة من الستريتور وتودها على الفوتوشوب فتلاقي مثلا فيه اختلاف في الألوان أو تبقى شغالة RGB وبعد كده تقفل الصورة أو هي شغالة RGB على الفوتوشوب بليارات وبعد كده تيجي تحول الشغل بتاعها لسيم ويكي فتختلف الألوان الحل اللي ممكن يزبط معك أنك تقفل الليارات كلها هي RGB وتحولها بعد كده سيم ويكي تمام؟ تمام أما البروفايل اللي شغال عليه على الستريتور تزبطه على الفوتوشوب نفس البروفايل اللي هنا يبقى نفس البروفايل اللي هنا لو أنت شغال بين الاتنين عشان يختلف معاك الموضوع الألوان تمام؟ ودعما تختار ألوان تختار ألوان وأنت بتختارها في القائمة بتاعت الألوان ما يكونش عليها علامة تعجب بالنسبة للألوان يعني الحاجة دي حاجات مهمة لازم تاخد بالك منها لازم تاخد بالك منها وانت شغال وأهم حاجة الشاشة عشان الألوان اللي انت تشوفها زي الألوان اللي تتطبيعها مصبوط يعني الساسفة للشاشة أنا حاسس أن الناس تعبت مننا فإحنا ممكن بقى نحدد وقت تاني نعلن عن اللايف الجديد ممكن يبقى مثلا لو قدرنا الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده على حسب ما نشوف الوقت المناسب ونكمل بقى كلامنا عن تصميم المنتجات وعن التصميم عموما بحيث إن إحنا نقدر نفيد الناس بشكل أكبر لكن هناك سؤال سريع كده بس أظن إحنا مش هنلحن نجاوب عليه هو بقول السلام عليكم إخوان الأفاضل أنا من المغرب أريد إنشاء مشروع المطبعة ما هي مواصفات حاسوب مهني والمكتبي والشخصي وما هي معايير اختيار عند الشراء ما هو ويندوز ولا ماك ما هو لو ويندوز يشتغل بالحاجات اللي هو طبعا هارد اس اس دي والرامات تكون أقل لحاجة 32 جيجا عشان الشغل بتاعك يكون كويس ويكون البروستسر بتاعك آي سيفن فيه ما فوق تمام أعتقد دي مواصفات مناسبة جدا لك أعتقد لو أنت في مطبعة مش هتحتاج كارت الشاشة يكون قوي يعني فلكن أكتفي أصلا إن أنت تجيبه مثلا أربعة جيجا خمسة ستة جيجا نيفيديا مش مشكلة أربعة وستة يعني يكون يعني مكويس بس يهمك في الشغل بتاعك الرامات والبروستسر والهارد تمام يكون اس اس دي عشان يكون معاك الشغل اللي كويس والشاشة طبعا تكون هاي بيس لينك شغال في مطبعة بالزبط عشان تشوف الألوان اللي غريبة من الألوان اللي هتنفس دي اعتبر إمكانيات كويسة هتمشي معاك لمدة خمس سنين قدام لحد بقى لو حاجة تطورت زيادة البرامج زيادة لأنك مش هتفرق معاك تحديث البرامج مش هيفرق معاك في شغل المطبع بالزياد صحيح طيب وبرضه نقدر نكمل موضوعنا في الكلام ده في اللقاء الجاي إن شاء الله أدهم بس بيقول لنا استمتع بكلامكم الجميل اللي مليان معلومات وإفادة لنا وأتمنى أن نشوف لقاء ليكم تاني إن شاء الله هنعمل لقاء قريب جدا إن شاء الله عندي وعندي محمد إن شاء الله كنا سعاداء مع أبيكم النهاردة وشرفتونا وكان لقاء جميل ومعلومات كانت قيبة جدا إن شاء الله نلقاكم في وقت قريب جدا إن شاء الله تاني شكرا لكم وعذرونا على الإطالة نطولنا عليكم وإن شاء الله أكيد يا محمد أو ميد بيقول للمرجو حفظ اللايف إن شاء الله اللايف هيكون محفوظ في أي وقت تقدر ترجع له إن شاء الله هنحفوظ اللايف وحن نرفعه على قنوات اليوتيوب بتاعتك برد نرفعه هنا وهنا ما فيش مشكلة طيب نختم كده يا محمد حابب نقول حاجة قبل ما نختم والله أنا حابب أقول لني يا جماعة نصيحة معينة كان قلها لي واحد يعني عزيز علي قال لي فيه 2% بيحكموا العالم والباية كلهم مستهلكين قال لي خليك أنت من الـ 2% اللي بيحكموا العالم مش لازم الحكم بالسلطة الحكم بالمعرفة كل الناس وكل التطبيقات وكل موجودة اللي بيمسك اللي فيها مستهلكين ما بياخدوش فلوس لا هم سلعة أصحاب التطبيقات بياخدوا منهم فلوس فالواحد اللي احنا فيه ده اللي حيكسب في آخر الطريق زو العلم مش زو الزمن اللي بقول عليه الرسول اللي هو زمن الروابيضة أو الناس الجهلة اللي هم صفهاء القوم يتكلموا هو ده الزمن بعد كده الزمن ده حينتهي لكن لما ينتهي مش حيفضل اللي يمسك الدول ويمسك التقدم بتاع الدول العلمة والناس اللي هنا متعلمة لزو علم آه لزو علم من عمر ما بيمسك بيزيد التقدم بالعكس الناس اللي هي اللي هي العادية هي اللي بيتزود بيقول لك ايه أو بيتزود صعوبة الحياة يعني صعوبة الحياة اللي احنا فيها دية من كسرة الطرف على فكرة صحيح مش من كسرة قلة النعمة لا من كسرة النعمة احنا فيه ضنك زي ما بقولوا صحيح والدليل للناس اللي بتنتحر في السويد بالزبط عشان كده اذن الوقت اللي في رفاهية ده بيطلع شعب ضعيف والشعب الضعيف أو ناس أو يعني علم ضعيفة يعني عشان مش نبقى شعب على نحدد ده حاجة معنا بس بيطلع ناس ضعيفة مين اللي بيطلع الناس الضعيفة دي من اللي هي فيه ويرجحها تاني الناس الان في المية اللي هما أصلا زو علم مش بالعكس لأنه ده هما اللي بيقودوا قدام عمرك ما شوفتش ده يا محمد فعلا ده اللي خلى مثلا زي وزيك وناس كتير زينا حبيلي ان هما يتشروا العلم ده لأن فعلا الناس محتاجة تستفيد محتاجة تستفيد وتتعلم مش محتاج ان انت تكتم العلم ده لو انت عندك علم معين تكتمه وتمنى وتحرم الناس منه لا بالعكس وبعدين زكاة العلم تعليمه وانت لما تعلم الناس حاجة انت بتعلمها ده انت كده بتطلع زكاة من علمك ده وتأكد ان علمك هيزيد انش هينقص بالضبط رزقك هيزيد انت ما بتطلع العلم اللي عندك ده انت كده بتستخدم حواستك كلها في إن انت تستزيد من المعلومات اللي عندك ممكن يكون عندك معلومات بس انت مجرد ما بتخرجها وده بيحصل معي يعني فعلا انا بلاحز ده وانا بدي كورسات مسلا وبيش اشرح لحد المعلومات انا عارفها اوليدي انا بستخدمها مسلا لكن انا لما بطلعها للطلبة بلى قيلاقي ان انا بقعمل كده المعلومات اللي عندي. بلاقي ان انا في حاجات اه بلاقي ان حاجات ان انا ممكن اه طب انا ما باستخدمش دي ليه? طب انا عارف دي بس ما باستخدمهاش ليه? فتلاقي نفسي ايه بقدر اطور من نفس اكتر في شغلي كبير. فشكرا لك محمد النهاردة كان لقاء جميل جدا ومميز. كان ممتاز. وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني. ان شاء الله نعلم عنه قريب. اه شكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا. اه نستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليكم. شكرا لكم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلقاكم قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.